موسيقى السلام عليكم الأخوات الكريمات الأخوة الكرام طابة أوقاتكم نتشرف اليوم باستضافة قامة غراقية إبداعية يقل نظيرها ففي عالم صناعة العلامة أو الماركة يعتبر البروفيسور ريان عبدالله ابن الموصل الحباء مرجعية عالمية ملهمة له بصمته المميزة على الكثير من المدن والمنتجات العالمية تنوعت حتى وصلت إلى إعادة تصميم النسر الفيدرالي الألماني وشعار البوغاتي والأودي اسمحوا لي أن أذكر نبذة عن أهم مراحل البروفيسور ولد البروفيسور ريان عبدالله في محلة الكور في مدينة الموصل عام 1957 ودرس الثانوية فيها ثم انتقل إلى ألمانيا في عام 1980 ودرس التربية الفنية والتواصل المرئي في جامعة الفنون الجميلة في برلين وتخرج بشهادة الدبلوم الألمانية موضوع الأطروحة كان التيبوغرافيا العربية وبناء الخط العربي وكذلك تخرج كطالب شرف بإطروح التطوير وتصميم خطوط عربية جديدة للكمبيوتر أهم المراحل المهنية للدكتور مصمم في شركة حوخ دراي للتصميم في برلين وكذلك مدرسة خط لا تيمي في معهد ليتا في عين في برلين وأيضا مصمم في شركة متا ديزاين في برلين أكبر شركة تصميم في ألمانيا أيضا هو مدير مشروع تصميم شركة وسائط النقل لبرلين ورئيس المصممين في شركة متا ديزاين في برلين وأيضا رئيس المصممين لبناء علامة شركة كوكسواجن وأعاد تصميم شعار الشركة وأيضا رئيس المصممين لبناء علامة شركة أغلى سيارة بالعالم ورئيس المصممين لبناء علامة دولة ألمانيا وتصميم النسر الاتحادي لحكومة الاتحادية الألمانية شعار الدولة مستشار مستقل لهويات الشركات المرئية وأيضا منذ سنة 2001 أستاذ تيبوغرافيا كلية فن الكتاب في جامعة الفنون البصرية ليبزيك في ألمانيا حقيقة أسس الكثير من المؤسسات المهمة وساهم في تأسيس وإدارة شركة ماركن باو للتصميم والهويات المؤسسية وأيضا العميد المؤسس لكلية التصميم في جامعة ألمانيا في القاهرة العميد الأول لكلية التصميم في الجامعة الألمانية في القاهرة اعتماد جامعة التصميم الجديدة في النمسة وتأسيس الجامعة الألمانية في مراكش المغرب نتمنى في يوم والعيام إن شاء الله أن تقوم بتأسيس الجامعة الألمانية في العراق إذا إن شاء الله الأمور تسير على خير تأسيس الجامعة الألمانية في قطر والمفوض رئيس جامعة الفنون البصرية وعميد كلية فن الكتاب في جامعة الفنون البصرية حقيقة القائمة تطول بإنجازات الدكتور وله الكتب الكثيرة فن الخط العربي الطبعة الصينية في بكين الطبعة اليابانية في توكيو وهناك العديد العديد من المقالات للدكتور البروفيسور والمحاضرات والمساهمات في كل أنحاء العالم نحن حقيقة نتشرف بحضورك ولقائك ونتمنى أن تتيح هذه الفرصة لأخوانك وأخواتك من العراقين في كل أنحاء العالم في أن يطلعوا على الفكر الإبداعي الذي هو المحرك الأساس لهذه الإنجازات الرائعة لجنابكم الكريم أترك الحديث لكم سيدي الفاضل وتفضلوا لكم الحديث يعني أول شيء السلام عليكم جميعاً أين كنتو ثاني شيء أنا أشكرك جداً جداً أخ حازم على هذا التقديم الجميل في الحقيقة يعني يعني ما عرف كيف أشكر الشباب في كل هذا المحيط اللي يتابعوني في الحقيقة أنا أول شيء واحد منكم من هذا البلد الجميل وترعرعنا في هذه التربة وتعلمنا الكثير ونقلنا كل أحلامنا إلى عالم جديد وفي الحقيقة كل واحد ينقل أحلامه ولازم يعرف قبل ذلك ما هي أحلامه وأهم شيء في الأحلام أنها تتطور أنا في الحقيقة يعني حلمي الأول كان أنه أحتل العالم يعني في الحقيقة كان عمره 18 سنة ما كنت أعرف يعني ما هو المقصود بهذا المصلح أحتل العالم ولكن كنت مصر إصرار كامل أنه لازم أحتل العالم الآن أعرف ما هو المقصود في الحقيقة كنت في زيارة لدولة عربية دعوني وقلت لهم الله أنا هذا البلد لازم أحتله خربوا من الضحك قالوا نحن نسبح لك بالاحتلال الحقيقة والاحتلال هو بالفعل فاصية جميلة جدا أنه واحد يترك المحيط ويتحرر من هذا المحيط ويبدأ في محيط آخر في تفكير جديد وأنا أمن إيمان كبير أن الوطن هو المكان الذي أفكر فيه يعني مشرط أن أكون في مكان ولادتي إذا أنا كنت هناك ولا أفكر إذن أنا لا أستطيع أن أخدم هذا البلد نهائيا ولهذا السبب أنا مكان تفكيري هو وطني إضافة لذلك في الحقيقة أنا سعيد جدا أنه نتواصل واسمحوا لي أتكلم في موضوع العلامة اليوم يعني في الحقيقة يعني وبصراحة الموضوع معقد يعني معقد جدا وليس بالسهل ولكن أنا راح أبسط قادر الإمكان وأنا يهمني دائما التبسيط ونحن يعني في ألمانيا تعلمنا شيء غريب يعني الاختسال يعني من الأشياء اللي بالفعل أنا احترمها كثير جدا في الثقافة الألمانية الاختسال ورح شوفوا أنه الاختسال يلعب دور كبير في أعماني ويلعب دور كبير في تفكيري أيضا والطريق يعني بالضبط هو راح يكون بسيط وسهل ولكن إن شاء الله نتعمق أيضا أكثر سوية عندما تطرح الأسئلة وسوف أجاوب عليها قدر الاستطاع ونبدأ في الحقيقة الخطوة الأولى اللي دائما هي تحرك كل إنسان هي رؤيته طبعا كل إنسان لازم يكون عند رؤية اللي ما عند رؤية هو إنسان عادي وبسيط ويا مكثر للناس البسطاء والعقال أنا أمن بالجنون وأعتقد أن الإنسان المجنون هو الإنسان الذي عند رؤية ويستطيع أن يتحكم بهذه الرؤية مثل ما يعتقد هو صحيح وسليم ويخرج من هذه القوقعة اللي نحن بالفعل عايشين فيها أنه الأغلبية تأكل وتشرب وتنام وتستهلك ولا تعطي للبشرية ولا تعطي للبلد ولا تعطي للنفسها أي شيء يعني أنبردود هو صفره ولهذا السبب أنا أمن إنسان مشنون عند رؤية وهذه الرؤية هي ممكن نحن نوضحها بهذا المصرح والمقصود بها بالفعل أنه هذه الرؤية هي التي تحرك وعملة التحريك تتم من الداخل يعني تلاحظ واحد وقت ما يصح من الصباح يقول لازم أنا أنجزها اليوم كذا وكذا وبدأ أغير الكثير من الأشياء في محيطي والقريبة من هذا المحيط العلامة نفس الشيء يعني العلامة لازم يكون عندها رؤية ولازم يكون عندها عنصر والتغيير أيضا واضح وملموس في الحقيقة عندما نتكلم عن العلامة نتكلم عن الصورة الذاتية اللي نحن نأخذها عن شخص أو عن علامة ولن نتذكر أن كل إنسان هو معرض لنفس الشيء يعني عادة واحدنا وقت ما يطلع قبل ما يطلع من البيت ينظر في المرآة ويلاحظ أنه والله الشعرات البيضاء زادت الشيء بزاد أو ما شبه ذلك كل واحد عند صورة عن ذاته ولكن ما هي صورة الآخرين عنها عادة كل هذه المؤسسات اللي نحن نعيشها أو نلتمس الخدمة منها أو نشتري منتوجاتها تعاني نفس المعاناة تحاول أن تحطي الصورة الصحيحة عنها وهذه الصورة ببنية على تطور كامل وهذا التطور هو يومي ولهذا السبب نلاحظ أنه حقيتها في السوق كل يوم في حراك مع هذا السؤال نحن نفسنا الكثير هل لديهم أحقية في هذا التطور الموجود في هذا العالم لاحظا أغلبية في الحقيقة قاب قوس ولكن ليس هو مشروعنا اليوم لوضع عنامات استفهام على هذه الأشخاص ولكن ليهمنا بالفعل إظهار الطاقة الموجودة خلف الكثير منهم وهذه الطاقة ضروري جدا جدا أن تكون في المحيط الكبير وهذا المحيط والمحيط العالمي والذي بالفعل الأغلبية يجب أن يؤمنوا فيه طبعا أهم شيء في بناء العالمة عد الأشخاص والمؤسسات التواصل والتواصل بالحقيقة أول شيء هو تواصل القيم يعني كل واحد عنده قيم محددة وبدو يوصلها كل واحد عنده فكرة عنده رؤية عنده موضوع يحاول أن يوصله للآخرين وهذا التواصل ممكن يكون خارجي أو داخلي ممكن يكون عنده طرق حاليا طرق التواصل زادت بشكل لا يصدق وأصبحت كبيرة جدا ولكن لا ننسى أنه في المحيط يعني العربي هنا خاصية أخرى اللي هي سلوك وهذا السلوك يلعب دور كبير جدا في إظهار هوية هذا الإنسان وهوية المؤسسة في الحقيقة أنا من خلال رحلاتي لمست أنه سلوك الإنسان في اليابان أقوى سلوك أنا لاحظته وعشته ليش؟ لأن هناك تلكيس كبير جدا على السلوك المنتوج والهوية والشخص واللحظة أنه عملية السلوكية هي أننا نعرفها بمصلحة التصرف ولكن هو موقف من خلال اللحظة اللي ينسان يعيش فيها ومن خلال الدقائق أو موقف ممكن يكون ثابت ولكن عادة موقف المؤسسات دائما في تحرك لهذا السبب أنه هذه هي معرضة للتنافس مع الآخرين وعملية التنافس هي يومية وعادة كل لحظة تتم يعني العلامة اللي ما تطور نفسه في كل لحظة هي معرضة للإحتراق والفشل ولهذا السبب نلاحظ أنه نحن نطلب من العلامة الكثيرة في نفس الوقت نحن لا نساء أنه العلامة في الحقيقة تعطينا الكثير وأهم ما تعطيه هو بالفعل الهوية إذن الهوية هي الترابط الكامل بين المظهر وبين السلوك وبين التواصل وهذه الأشياء الثلاثة هي أساسية وضرورية ويجب أن تكون مرتبطة مع بعض ليش؟ لأن أول شيء الهوية تعطيك أو توضح لك من هو المرسل يعني نحن نعرف سابق أنه وقت ما واحد يبعث رسالة كان يكتب المرسل فلان فلان في الهوية نفس الشيء الهوية دائما أنت تنتظر من هو المرسل عندما تعرف أنه المرسل معناها أنت لازم تعرف أنه هناك تغطية كاملة للصورة، صورته الذاتية وصورة الآخرين عنه وفي نفس الوقت كل إنسان عندما يكون معرض لهذه الأشياء هو يعطي واقع كامل وهذا الواقع طبعاً رغب أم رفض هو واقع متكامل عنه لهذا السبب نحن معرضون في الحقيقة إلى هذا الشيء بخلال عملية بناء العلامة إذن بناء العلامة تتم أيضاً في الخطوات الأولى هناك ثلاث خطوات هي أساسية وضرورية ونعتبرها جوهرية أو شيء إثبات الهوية اللي ذكرناها ثاني شيء إظهار الاختلاف لازم واحد يقول أنا أختلف عن الآخرين أنا تخصصي كذا كذا أنا نقاط ضعفي هي كذا كذا ونقاط قوتي كذا كذا وهنا وأركز هنا التركيز دائماً عن نقاط الضعف أهم من التركيز على نقاط القوة ليش؟ لأن نقاط الضعف هي في حقيقتها هي الفرص المطروحة لكل علامة لكل شخص أن يغيرها عندما أحد نحن في المحيط العربي نرفض نقاط الضعف نؤمن فقط في نقاط القوة هذه أحد أسباب فشلنا ليش؟ لأن معالجة نقاط الضعف تتم بنفعل عندما تعترف فيها وتقول كيف أحاكيها وكيف أعتبرها كفرص جديدة للتغيير إذن يعني كل واحد ممكن يكتب نقاط الضعف وأنا كتبت قائمة طويلة عريضة في الحقيقة 62 نقطة الضعف وأعمل عليها ولا أزال يعني وهي جزء من حياتي واعتقد هي المحرك اليومي ليه ولكن نقاط القوة أعتبرها أشياء بديهية متواجدة تتم في كل يوم ممكن نزيد أو ممكن نتقل بالنسبة لي تلعب دور مهمة ما هي نقاط الضعف التي تصحيني كل يوم وتخليني أتجه للعمل والتغيير والنقطة الثالثة طبعا نحن نسميه البروفايل يعني كل إنسان عندما يقوم بهذا الأشياء الثلاثة راح يلاحظون أن الآخرين يأخذوا صورة ثابتة عنه قلنا العملية الأولى هي عملية إيشاد الهوية العملية الثانية تحديد هذه الهوية من خلال التفريق والنقطة الثالثة إظهار هذه الهوية وعندنا عملية الإظهار يعني طرق الثلاثة التي ذكرتها التي هي المظهر وتصرف والتواصل ولكن كل واحد يؤمن أنه هو في طريق لبناء شخصية ولكن بناء شخصية تتم بالفعل عندما يكون هناك تحشيق كامل بين هذه الأشياء الثلاثة يعني بين التواصل والسلوك والمظهر معناه يعني مثلا إذا واحد يلقي محاضرة مهمة ويلعب بإذنه إذن هذا التصرف هو لا يناسب هذا المحتوى الجيد جدا إذن هناك ليس تعشيق كامل بين صفات الثلاثة إنما هناك خلل معين ولهذا السبب تكامل شخصية عندما تتم من خلال التواصل الثلاثة الأشياء مع بعضها ولكننا نسأل أنه كل علامة هي معرضة للنجاح بل هي مجبرة للنجاح مثل كل إنسان يوم في بناء علامته هو يرغب بالنجاح والنجاح يتم بخلال صورتين متكاملتين أول شيء الصورة الذاتية اللي هي الإداء لازم واحد بالفعل ينهض يقول أنا اليوم عندي القدرة لتصميم أو عندي القدرة لعمل الخبز أو عندي القدرة للزراعة أو أي شيء وعندي الحافز للقيام بذلك إذن العملية الإدائية هي محددة في العالم الغربي بثمان ساعات وثمان ساعات استراحة وثمان ساعات نوم ما يعادل لأربع عشرين ساعة إذن هذه الثمان ساعات عمل هي الإداء ولكن كل إنسان أيضا من خلال عمله هو معرض أيضا لصورة من الآخرين هذه الصورة هي لتحدد هويته وتحدد في نفس الوقت شهرته وعندما يكون عنده هوية معناها أنه معرض للشهرة وبناء الهوية طبعا ضروري جدا 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 لكل علامة وطبعا هذه الهوية نحن نسميها فلسفة المنتوجة أو الإنسان أو المؤسسة وهذه الفلسفة طبعا لازم تكون مكتوبة إذن المصمم يأخذها هي مكتوبة ويترجمها إلى شيء مري وعملية الترجمة تعتمد طبعا إلى أسس ولكن قبل ذلك نسأل ما هي العلامة في الحقيقة العلامة هي بالنسبة لمجموعة كبيرة جدا الفرق السعري ممكن واحد يقول أنه أنا أشرب كوكا كولا وأدفع باستعد أدفع هذا السعر ولكن إذا أشتري يعني كوكا أخرى ممكن أدفع سعر أخل قد يكون أنه هناك تصرف آخر يقال أنه هناك فرق كبير جدا بالذوق أو ما شابه ذلك في الحقيقة الدراسات أثبتت أنه الذوق لا يلعب الدور الكبير في هذه العملية أو بشكل آخر حاليا موجود 157 شركة لإنتاج السيارات وأغلب كل هذه السيارات تمشي على أربعة ثلاث في الحقيقة واحد يصل إلى هدفه عندما يركب أي سيارة ممكن السيارات تكون بين 20 ألف يورو إلى مليون وربع يورو يعني أنا إذا أركب سيارة بوكاتي في مليون وربع يورو سوف أصل هدفي وإذا أستعمل أي سيارة رخيصة جدا بـ 20 ألف يورو أيضا سوف أصل هدفي ولكن ما هو الفرق بهذه الصفات التي نحن نذكرها نلاحظ أن العنامة هي بالفعل ليست شعار أبدا يعني شعار هو جزء بسيط ومكمل لبناء الصفة المرئية ولكن العنامة هي ليست منتوج هي شيء ممكن يكون غير مري وشيء له في ذاتية وخصوصية الإنسان ممكن يكون في مخيلتنا عندنا تصور كامل عن مشروع معين أو ما شبه ذلك ولكن ننسى نفسنا لماذا لا يوجد علامات في المحيط العربي مشتهرة جدا ولماذا لا يوجد علامات وصلت إلى العالمية أو وصلت إلى الرقم عشرة في العالمية من العالمات في الحقيقة العالمات العربية بعيدة كل البعد عن هذا الموقع ويعتمد وحسب ما نلاحظ في هذه اليفطة أنه التثقيل نحن نؤمن أنه لازم نظهر الكثير يعني نتلاحظ أنه هنا في هذا الشعار يعني تجد عشرات الأشياء وهذا جزء من عملية تثقيلية للعلامة الأعلامة أحب البساطة والاختسال ولكن نعود ونسأل نفسنا ما هي الأعلامة نحن نعرف أنه كل مؤسسة لديها منتوج هذا المنتوج ممكن يكون غير ملموس يعني ختماتي ولكن هذا المنتوج في تواصل والتواصل حاليا ضروري جدا وهو اللي يحدد القيمة يعني وليس قيمة المنتوج يعني أنا ممكن أشتري قلم وأعرف أنه هذا القلم سعره كذا كذا ولكن عندما أحتاج قلم للكتابة قيمته ترتفع في ذاتيتي أكثر مما هو موجود في السوق ولهذا السبب لاحظ أنه هذه ثلاث أشياء يعني المؤسسة والمنتوج والتواصل تتقرب من بعض مع مرور الزمن وتنتج الأعلامة معناها أنه إذا واحد عمله شركة ما معنى أنه صار عنده علامة أبدا ليس أن الأعلامة هي تحتاج الكثير من الوقت والعمر للوصول إلى هذا الشيء في نفس الوقت هي الأعلامة حافظ يعني أنا وقت ما أروح أشتري أي شيء لازم يكون عندي ذاك الحافظ بالفعل للقيام بذلك يعني نحن من خلال بحثنا كنا نبحث من هو شارع شركة سيارة بوكاتي في الحقيقة هذا هو السؤال الأول اللي طرحناه قبل ما نبدأ في المشروع ست أشهر كنا نبحث عن الشارع لاحظنا أن الشارع هو الشخص يعني من جانب المادي هو الشخص اللي عنده برفع فيه في البنك أقل شي ثلاثين مليون يورو حتى يستطيع أن يعطي منها مليون يورو لشراء سيارة شاه كيف؟ إذن هذه القيمة تحدد أيضا صفته شاه كيف؟ طبعا درسنا ما هي الملابس اللي يلبسها ما هي نظارة اللي يستعملها ما هي الساعة اللي يستعملها ما هو البيت اللي يسكن فيه مع من يلتقي كيف يتصرف كيف يقضي أوقاته ورجعنا وأكدنا مرة أخرى وكم عدد السيارات الموجودة عنده في الباركينج شاه كيف؟ نتلاحظوا أنه أنه هذه السيارات يعني لاحظنا أنه أقل شي لازم يكون عنده عشر سيارات حتى يكتفي منها شاه كيف؟ لازم يكون عنده لومبرتيني وروز رويس وبرسيدس وما شبه ذلك وبعدين يقول أنا اكتفيت أنا أرغب بشراء سيارة إضافية إذن العلامة في الحقيقة لها خصوصية كبيرة وهذه الخصوصية تبدأ وتنتهي بالمستقية ومستقية كل العلامة نحن ننتظر من كل شيء نشتريه أنه يكون هو في هذه المستقية المتكاملة وعندنا ثقة فيه عندما نتعود على ذلك يعني لو تأخذ أي منتوج تشتريه أكثر مرة عندك ثقة كاملة أنه فيه داخله بالضبط فيه داخله أنه هذا الشيء موجود أنت مثل ما تعرفه في مخيلتك ولكن كل علامة تحتاج الوقت الكافي لبنائها وتحتاج الوقت الكافي أيضا للانتحار وهناك علامات انتحرت واندثرت وماتت شايف كيف لأنها لم تواصل هذه الخصوصية يعني من العلامات المعروفة جدا واللي أنتو تعرفوها والنحن نعرفها نوكيا نوكيا كانت من العلامات العالية جدا في العالم وأصبحت بين ليلة وضحاها قبقوس وأصبحت قارش هذا الشيء إذن العلامة هي منطق متكامل وهذا المنطق هو موضوع فلسفي ولكن في حد ذاته هو موضوع علاقة في هذا الواقع اللي نحن نعيشون نتواصل معه يوميا والعلامة هي جودة جودة متكاملة نحن لا ننظر في داخل الساعة كم عدد الأدوات والعتلات والبراغ الموجودة ولكن ننتظر من هذه الساعة الجودة المتكاملة لإعطانا الوقت وهذا الشيء طبعا شيء طبيعي ومتكامل والعلامة هي دائما القيمة وليس السعر أنا عندما أشترى أي شيء أدفع هذا السعر ولكن بالنسبة لي أن هذا المنتوج عندما يكون قريب مني له قيمة وهذه القيمة ضرورية وأساسية ونحن ننظر إليها بمنظور آخر وأعتقد الكثير مننا يرغب بتعاشق القيمة والسعر وضروري جدا أن نعرف أن القيمة هي بالفعل ضرورية جدا وخصوصا إذا كانت القيمة المضافة عندما أنا أشعر أن هذا المنتوج يعطيني حافز آخر في داخليتي للخروج إلى هذا المحيط الجميل العنامة هي الإداء المتكامل بحاذ ذاته في كل خصوصياته والعنامة هي عواطف ونلاحظ أنه كل ما تتم العملية بعاطفة ينتشر المنتوج أكثر العاطفة تحاكي العاطفة نلاحظ أنه يعني عندك محيطات كثيرة جدا تتعامل في العاطفة يعني أنا أحاول أن أحدد أنه ألمانيا النمسا وسويسرا من نحن نسميها الدول الناطقة بالألمانية هذه الدول الثلاثة تلاحظ أنه ما تقدر تحكيها بموضوع عاطفي أبدا لازم تكون عندك عقلانية العقلانية هي رقمية لازم تكون ثابتة يعني ممكن أنت تحدد تقول في هذه الغرفة هناك عشرة كراسي هناك شباك هناك باب ولكن يا ترى ما هي جودة هذه الغرفة عندما أنا أكون فيها الجودة كيف راح أتحددها هل تقول أنه هذه الغرفة جميلة جدا أو مريحة جدا إذا كانت مريحة جدا كيف تقيم كلمة مريحة هل هي بالكيلو أو بالمثل المكعب أو ما شابه ذلك تلاحظ أنه العملية العاطفية هي دائما قصيرة وقصرها دائما يغلب عليها أنه هي تنتهي بسرعة ممكن تعود مرة أخرى لهذا السبب نلاحظ أنه عندنا في المصلحات العربية أيضا يقول لك والله الحظ والسعادة وما بعرف إيش كلها أشياء هي تأتي من هذا المنظور وتكون قصيرة جدا ولكن عقلانية دائما هو رقمية وطويلة وتعطي انتباع آخر والعلامة تغري طبعا العلامة دائما تغري الشارع للوصول إليها لاستعمالها ممكن نقول أن العلامة تستعبدوا تسيطر عليه وهذا شيء طبيعي معروف جدا وليس كل واحد يستطيع الخروج من طوق علامة الاستعباد هذه الكثير منهم نجدهم ضعفاء في هذا الموضوع والعلامة تقنع يعني من لشاء اللي بالفعل أنا أؤمن فيها هي القناعة يعني التواصل في مجال العلامة يتم في منظور آخر وهذا المنظور يتم على مستوى عقلاني وعلى مستوى النظر بين الناس العلامة وجه وعملية التوجه وتوجيه ضرورية وأساسية جدا في تصرفنا ليش؟ نحن دائما نحتاج الهدف وهذا الهدف ضروري يكون واضح للآخرين ولهذا السبب العلامة تعطينا الثقة الكاملة جدا تصوروا أن هذا الشخص يعني معلق في جهاز بسيط جدا إذا ما عنده ثقة بهذا الجهاز معنى كيف رح يصل إلى هذا المكان يعني هذه الثقة لازم تكون متكاملة جدا يعني إن لم نذكر عمياء ولكن نرجع ونقول العملية التعاطفية في الحقيقة هي من أكثر العمليات الموجودة التي قريبة من العلامة وتبقى التجربة هي سيدة النجاح لأن العلامة دائما تحتاج هذه التجربة وتحتاج أن تطور نفسها وتحتاج أن تظهر بمظهر جديد يعني مثلا شركة مرسيدس صالة 120 سنة وهي تؤمن وتقول نحن مستقبل السيارات ما معنى أن الآخرين ليس يصنعوا سيارات جيدة بالعكس ولكن هي دائما في كل منتوج في كل سيارة تخلق السيارة من جديد وتضيف شيء جديد يعني في الحقيقة أنا آخر رغم أنه أنا سيارتي ليس مرسيدس ولكن عندما استعملت المرسيدس في آخر مرة شعرت أنه واحد جالس في طائرة صغيرة يعني من الأدوات المتكاملة الموجودة في هذه العربية ومن المحاكات يعني كثير من الأشياء أنت ما تحتاج تستعملها برجلك وبإيدك فقط بصوتك وهذا التفكير المستقبلي ضروري جدا وهذا جزء من عملية تطور العلامة ولكن أهم أدوات بناء العلامة في الحقيقة هي الصور والصورة دائما تحاكي الكثير وفي الحقيقة يعني لو ننظر إلى هذا الصور وهذه الصورة يعني معروفة جدا عليمين من الصور اللي انتشرت لسيكاير ماربورو ولكن هذه الصورة في ذاتية يعني يحتاجوا لبناء هذه الصورة أكثر من ثلاث أسابيع وهذه الصورة بالفعل ليس فقط كانت ناجحة إنما عطت هذه العلامة الكثير ونحن ممكن نقرأ هذه الصورة طبعا الشاري ليس عنده قدرة على قراءة الصورة إذا هو ليس متعشق مع العلامة يعني مثلا هذه الصورة تقول لك إذا تشرب هذه الصغيرة أنت رائد المستقبل أنت حر تتصر فيما هو يناسبك أنت قوي لأنك أنت خيال وتركب الخيل ولكن لا تنسى عندما تشرب هذه الصغيرة يجب أن تشربها بعد وهنا التركيز على مصطلح بعد بعد انتهاك من العمل نحن عندنا في المحيط العربي الساعة سبعة يقعد من النوم أول شيء يشرب شكارة يعني قبل ما يبدأ بالعمل يعني هناك فرق كبير بين التواصل مع العلامة وما تطلبه العلامة من المستهلك أو العكس ولكن العلامة هي طبعا ما موجودة في رأس كل واحد مننا تصورنا يعني أنا إذا غيرت هذا اللون تبقى عدة الأغلبية صورة نيفية ولون نيفية والخط المستعمل النيفية يختلف وثابت يعني العملية التغيقية صعب جدا يعني معناها أنه ما رح يجي يوم الأيام رئيس لشركة مرسيدس لغير شعار مرسيدس أبدا من عشر مستهلات ليش؟ لأن دوره هو في تغيير العلامة قليل جدا ليش؟ لأن العلامة هي بالفعل في تطور يومي وزمني مع المستهلك وهذا التطور يعتمد اعتماد كل على التواجد يعني مثلا كوكاكولا يعني علامة موجودة في كل تقدر تقول قرى العالم أنا مرة كنت في قرية في أفريقيا يعني وقت ما تقولهم أريد أشرب كوكاكولا خلاص يجيب لكوكاكولا ليش؟ أنه تواجدتها جزء كبير من هذه العلامة وهذه العلامة الأغلبية متعاطفين معها ويرغبوها حتى يعني أطباء الأسنان ولكن لا نسى أنه في محتوى وذاتية كل من توج هناك وظيفة وهذه الوظيفة تتم ولكن كيف أنه أنه سعر هذه الساعة 20 يورو الوقت هنا لم يتغير في هذه الساعة الألمانية لن يوزونا اللي هي يعني من الساعات من أغلى الساعات الحالية الموجودة في العالم نفس الشيء شايف كيف؟ إذن العلامة هي قيمة إضافية وهذه القيمة نحاول أن نحدثها ولكن ده حديد القيمة يتم أول شيء عندما العلامة بحذة تصبح علامة يعني مش قبل ذلك عندما تصبح يعني تحتاج إلى الكثير من الوقت ويكون تواصلها خارج هذا المحيط ويكون المؤسسة هي معروفة ومتواجدة وهذه المؤسسة هي برفع الناجحة وتعطي الخدمة الكافية ولكن للعلامة هناك دائرة كبيرة جدا وهذه الدائرة عريضة طويلة وفيها تفاصيل كثيرة جدا وهذه التفاصيل في الحقيقة نحن ممكن نحدثها بثلاث أشياء أساسية وضرورية أول شيء لازم العلامة تحدد ما هي هذا الشيء لازم يكون فيها عنصر التمييز معروف وواضح ولازم يكون فيها التعريف والاختيار يعني ليس هناك شيء مجهول ضروري جدا أنه يكون عندك الصفة والضحية الكاملة أنه أنت تعرف الكثير عن هذه الأمور هناك كتاب جميل جدا أنا أحبه كثير وأنصح فيه اسمه نو لوجو للصحفية من كندا اسمه نعومي كلاين تكتب تأثير العلامة في المحيط البسيط يعني حتى في رياض الأطفال أو المدارس شف كيف أنه هذا الطالب كما يروح المدرسة حاليا ما يقدر يروح المدرسة بملابس عادية لازم يكون عنده يعني ارتباط في علامة معينة الملابسه لازم تظهر تواصل مع العلامة ما معنى أنه شخصيته هي ضعيفة ولكن هو يحتاج هذه القوة والدعم لإظهار هذه الشخصية البسيطة في البداية ونلاحظ أن التواصل مع العلامة يبدأ من رياض الأطفال إلى الكبر ولكن خلفيات العلامة هي الرؤية كل علامة عندها مهمة في هذا المحيط المتكامل وهذه المهمة ممكن تكون قصيرة أو ممكن تكون كبيرة كل علامة فيها جوهر هذا جوهر ضروري يشأ وكل علامة لها قيمتها وعندما تنتهي قيمة العلامة تموت العلامة ولكن نرجع ونقول كيف نحدد علامة دولة من الشيء الذي قمت في عملية بناء علامة ألمانيا في الحقيقة هي هذه مهمة التحديد ومهمة التحديد صعبة جدا جدا ليش نحن نتكلم عن تسعين مليون شخص يؤمنوا بفكر معين وهذا الفكر معين كيف أنه يجي مصمو يوحد هذا الفكر ويختزل ويخرج بقاعدة هناك طبعا طرق ذكرت في كتابي للوصول إلى هذا الشيء يعني أهم ثلاث نقاط توصلنا إليها أنه ألمانيا هي بلد تقني شاف كيف هناك فرق كبير بين التقنية والحداثة نحن ما رح نتطرق لهذه المواضيع حاليا لضيق الوقت ولكن التقنية دائما يحاولوا أن يرمزوا لها بشركة مرسيدس رغم أن الشركات الأخرى هي أيضا جيدة ولها دور كبير ولكن خاصية هذه شركة مرتبط بالتقنية أكثر من شركة الأخرى النقطة الثانية الإبداع الإبداع هو ليس مقصود أنه أنه واحد يولد من بطن أمه ويطلع مبدع لا أبدا الإبداع هي تقنية هناك 32 نظرية تقنية يعني معناه أعطيني فلاحة أعمل منه مصمم ناجح يعني لأكثرون أقل ليش ليدرس هذه التقنيات رح يلاحظ أنه هاي العملية هي جيدة وممكن أن تكون ناجحة والنقطة الثالثة أنه ألمانيا بلد غني والثروة تحدد دائما بارتباطها بمركز الثروة وهنا دائما التركيز على البنك الألماني المعروف طبعا نحن لا نساء أنه العلامة فات شيء كبير جدا جبار ونحن دائما نحاول نختزل نختزل ونبسط ونبسط ونحاول نخرج الشيء البسيط للآخرين ولكن خلف يعني الكواليس هناك الكثير من الأمور والدراسات يعني ممكن نوضح فات شيء بسيط جدا من عالمنا تصوروا أنه هذه الكوكاكولا وقنينة الكوكاكولا أيضا مرت في مراحل كثيرة جدا وهذه المراحل ضرورية وأساسية وتلعب دور كبير جدا في تحسين العلامة ولكن العلامة دائما مرتبطة بالزبون وهذا الزبون دائما يشعر أنه جزء متكامل من هذه العلامة أو هو يشعر أنه هو الشخص المختار لإظهار هذه العلامة في الشارع أو في البيت أو في تواصله أو في حياته يعني مثلا عندما وحد يقف في شارع ويلاحظ أنه السيارة اللي يراكبها على يمين أو على شمال وهناك شخص آخر يركب نفس السيارة يشعر أنه هناك في علاقة تود بينه وبين هذا السيارة الآخر رغم أنه ما يعرف ليش تربطهم العلامة إذن نحن عندما نشتري أي شيء من أي علامة نشعر أنه أصبح جزء من هذه بين القوسين نحن نسميه بالعراقي عشيرة العلامة عندما أحد يصبح جزء من عشيرة العلامة معناه أنه أصبح شيء مختار في هذا المحيط الجميل ويقدر أن يتحرك ويفتخر بذلك ولكن تبقى الصورة هي الرابط المتكامل بالفعل ليجمع الآخرين مع بعض وهذه الصورة هي تربط دائما أفكار المسهلكين مع بعض ولكن كل علامة مع مرور الزمن تصبح لها شخصية متكاملة وهذه الشخصية دائما تعتبر رسالة للخارج أحيانا مرئية أحيانا غير مرئية مثلا هنا عندك الدب يعني هو غير مرئي بهذه الشكلة ولكن هو جزء من الأشياء التي تقوم فيها هذه المؤسسات مع المصمم لإظهار هذه الشخصية بالصورة الصحيحة والمناسبة ولكن لا ننسى أنه مخاطر العلامة تتم مع الزمن أنه هذه العلامة إذا ما تطورت إذا ما أظهرت تفاعلها اليومي إذا ما أظهرت محاكاتها للزبون سوف تنتهي وهذه من أكبر الأخطار التي بالفعل تعرض العلامة ولهذا السبب نرجع نقول أنه ناخذ جانب بسيط جدا اللي هو اللون هناك 72 نظرية لونية موجودة في العالم وهذه النظريات اللونية فريدة وغنية هناك أيضا نظرية لونية في الحقيقة عربية إسلامية الأغلبية يجهل ذلك ولكن هذه النظرية ضرورية وأساسية ونحن في المحيط العلماني نعتمد كثيرا على نظرية الفيلسوف جوتا وكوتا كتب نظرية اللونية بخمسة آلاف صفحة خمسة آلاف صفحة نظرية لونية ويحدد ما هي اللون وكيفية تستعماله وكيفية تأثيره في الحياة اليومية لبناء العالم واللحظ أنه مثلا جوتا قال عن الأخضر هو لون شهواني ومفيد تجد العين فيها الرحة يعني عادة نحن وقت ما نطلع نسير مثل ما يقولون نطلع الخضار أول شيء نقعد نرتاح يعني نشوي ونسوي الأشياء الكثيرة ولكن هناك عنصر واحد أبد ما موجود فيه اللون الأخضر هو العمل يعني هذا يعني أنت يعني بالفعل إذا تريد تعطي مؤسسة اللون جيد لا تعطيها اللون الأخضر لأن هذا اللون الأخضر يسحب المؤسسة إلى الأسفل ويضعها خاملة شايف كيف ولهذا السبب نحن ننظر إلى هذه الأمور من جانب العلماني ونحاول أن نعطيق قيمته اللون الأصفر طبعا مفهوم مفهوم وعاضح جدا جيد ومفيد أقرب الإشاء إلى الضوء وهنا لحظوا أنه في المحيط الصيني والياباني اللون الأصفر كان لون فريد فقط للكايزر يعني الكايزر هو فقط الوحيد الذي يستعمل هذا اللون يعني للشعب ما كان مسموح استعمال اللون الأصفر اللون الأزرق هو دائما لون المعد نحن نسميه بارد شايف كيف عادتين يعني في المستشفيات يستعملوا اللون الأزرق ليش لأن خصوصا الناس اللي يعدها ضغط في الدم أو ما شابه ذلك وخصوصا يعني في غرف العمليات ما تقدر تعمل أنت جدران اللون الأحمر إذن لازم يكون شيء يهد الآخرين ولكن اللون الأحمر يبقى وسيد الألوان في بناء العنامة لأن يظهر الطاقة المقفية في المنتوج والعنامة بأسرع مدة ويقدم ويقدم للزبون ويحاكي هذه المحاكات الكاملة ويبقى في ذاكرته أطول فترة وطبعا هذا شيء مهم وضروري في التواصل أنا أشكرك جدا وكل ما ذكرته هو موجود في هذا الكتاب البسيط في الحقيقة أنا عندي تقريبا سبع كتب متواضعة وعندي جزء مئات المقالات في بناء العنامة وأحب أن ناقشك وأشكرك جدا لإصلاك وأرجو أن ما أخذت من وقتك كثيرا وتفضل شكرا شكرا جزيلا دكتور بروفيسور ريان أحسنت وأجد يعني حقيقة أخذتنا إلى هذه المائدة المعرفية الرائعة التي تفضلت بها وتطرقت إلى أمور من زاوية المبدأ من زاوية المصمم يعني مذهلة حقيقة المعلومات التي تفضلت بها وضعتني في حيرة مرة يعني نقلتني إلى تعريف الشخصية وشخصية الإنسان وعلاقة هذا الموضوع بالعلامة وكأنه مرادف لها وهذا حقيقة مسألة في غاية الأهمية وتطرقت إلى بناء الهوية لكل علامة وأيضا العلامة هي قيمة وليست سعر ونحن مستهلكين في هذا العالم حقيقة هذه الأمور علينا أن نفهم علاقتنا مع هذه المادة المستهلكة ونحدد على أسس جميلة ورائعة تطرقتها العاطفة مقابل العقلانية أعتقد سوف يكون محل نقاش حار وساخر مع الأخوة الإغراء الإقناع الثقة يعني التجربة وتطرقك إلى الألوان جميل جدا أشكرك جزيل الشكر وهناك ما شاء الله الكثير من الأسئلة والمداخلات نبدأ مع أخونا الكريم الأستاذ محمد فرادي لكم الحديث تفضل جزيلا دكتور ريان أنا أشكرك جزيلا الشكر الحقيقة وأشكر الصالوة الثقافي العراقي في الوست أنجلس على هذه الفرص القيمة والثمينة والعلامات التي يعجز الوصف عن أهميت قيمتكم الكبيرة اليوم أنا شخصيا أعطيتني درسا لم أسمعه ولم أتدرب عليه طيلت خمسين سنة من عملي في هذا المجال بصراحة عرفت كل ما تحدثت به لكني استلمته الآن أنا أعرف كل ما تحدث لكني الآن وصلني من خبير كبير في هذا المجال أي أهم أهم شي أنا محمد فراد حتى أعرفك بنفسي رسام أكاديمية فينون بغداد واشتغلت مصمم في دائرة السينامو المسرح والإذاعة والتلفزيون والصحافة وكنت مصمم ورسام يعني أنا عانيت الكثير كيف أوصل تصميمي وعلامتي إلى المستهلك أو رب العمل الذي عملت فيه دكتور لدي ثلاثة أسئلة السؤال الأول دكتور موضوع العلامة المنقرضة أو المنتهية أو يعني خرجت عن الخدمة كعلامة وكالمنتج مثلا ذكرت على التكنولوجيا وأيضا أنا ضيفي له قداد هل هذا كان بسبب أن هذه الشركات لم تواكن ولم تفكر أن الطباعة والتحميل والورقة والفيلم ستغادر حياتنا بتقنيات جديدة ظهرت هذا السؤال وهذا ينطبق سؤالي على الشركات الأخرى ويعني الأقرب الآن إلى إنه شركات المعامل التي تنتج سيارة الكهرباء الآن أكيد في تقديرك أنت وفي هذا المجالك أنه الشركات تحذو أو تتراكض أو تتسابق لإنتاج سيارات كهربائية قليلة تكلفة ومعناة راح أيضا تنقرض شركات وتكتفي والتزول هذا السؤال الثاني السؤال الثالث ماذا عن العلامات والشعارات الأخرى التي ليس لها علاقة بالشركات الإنتاجية كعلامة قوليوت ولو هي إنتاجية فنية كعلامات مركز ثقافي كعلامات تحذيرية كعلامات إرشادية كشعار لجامعة هل هذا يبقى هناك شعارات يمرها خمسين أو ستين أو يمكن أربعمائة عام لكليات عمارة وفنون بالعالم هذا السؤال الثالث السؤال الرابع يعني مهم جدا لعلاقة بالوطن نحن كفنانيين وكناس هناك عانينا من مشكلة تغير الشعارات والعلامات التي تمت في الجمهورية العراقية حسب تغيير العنظمة السياسية والآن أمامنا مشكلة وقد شبع لتبالك ربما حتفتحك فيها هو شعار الجمهورية العراقية الجديد مع العلم العراقي الجديد وكانت من الأولويات التغيير بعد 2003 أنه دعوا الفنانيين أن يقومون بها المهمة وأنا اللي أيضا مشاركتي بها وانتهت القضية بتأجيلها أو تعطيلها القضية الأخيرة اللي هي مهمة أيضا نحن لدينا كثير من المصممين في العراق ولدينا في كافة كليات الفنون بالعراق بسم تصميم ويطلب عليه التصميم الطباعي إضافة للتصميم الصناعي والتجاري الآخرين ولدينا كثير من العالم الناس تشتغلوا هذا المجال لكن يشكلون اللجنة حتى تقيم هذا القسم اللجنة ليس لها خبرة فنية ولا فكرية ولا ثقافية يأتي سياسي أو رئيس حزب أو رئيس موسف وإن كان حتى لو كان عميد كل يتثنون المحلة لم تنتهي وحلولها لا نعرف يعني كيف يقيم المنتوج أو المصمم عمله من قبل هيئة أو لجنة لا تملك هذه الخبرة وأنا أشكرك جزير الشكر وأتمنى من ما تفوت تفوت علي ولا سؤال تجاوب شكرا شكرا تفضل يعني أول شي أنت تدلل وإن شاء الله راح تجاوب على كل أسئلة يعني هناك عامل مشترك بين كل هذه الأسئلة أقدر أقول هو الفكر نحن في الحقيقة العملية الفكرية في بناء العلامة عندنا غير موجود على الإطلاق ونعتقد أنه هذه الأمور هي بالفعل أمور عاطفية ومسألة الذوق وكل واحد يستطيع أن يتحكم بها ولهذا السبب تلاحظ أنه عندك اللجان يعتقد أنهم راح يختاروا هذا الشعار المناسب حسب ذوقهم نحن دائما نقول يعني صيادك لما يروح يصطاد يأخذ معاه طعم يعني اللي ريد يصطاد سمك يأخذ معاه طعم وهو الدودة هذه الدودة هي ليس للصياد لذيذة إنما للسمكة وضروري جدا ما أعرف ذلك ليش نحن نعرف أنه أنا إذا أريد أصطاد سمكة لازم آخذ طعم مناسب للسمكة وليس لي ولكن الأغلبية عندنا يعتقد أنه هذا الشعار هو له نحن نحن تصميمية رقم نحن في المحيط وضوح واجده يتم أن تأخذ أو لازم يكون عندك شمعة ولازم يكون عندك جلوب ولازم عندك سيف وما بعرف إيش وفي النتيجة إنها ما موجود العلم تستغرب كل هالأشياء كل هالأدوات للعلم أين المحتوى شايف كيف المحتوى نسو شايف كيف أنت ممكن تاخذ بالرمزية اللي هي بسيطة يعني أنا دائما أركز ارجعوا يا ناس وانظروا إلى شعار مرسيدس رمزي رايع بسيط مختزل يقول لك هناك ثلاثة أشياء نحن نقوم فيها تحت الماء في الفضاء وعلى الأرض وهذه الأشياء الأساسية وهذه رمزيتنا واللي يفكر يقدر يجدها اللي ما يفكر هو ليس الشخص المطلوب يكون قريب من هذا العلم لأن العلم ما تاخذ كل واحد نحن عندنا العلم لا ترضي جميع وما ترضي نفسها وفي النتيجة النهية تلاحظ أن القيمة مفقودة والقيمة المضافة أصلا ما حد يعرف شنو هي بعيدة كل البعد ولهذا السبب يعني نعاني معاناة كبيرة في هذه العملية يعني تلاحظ أن العراق عنده نهرين يعني لازم يكون هاي الرمزين موجودين ليه شيء آخر العراق عنده عنده فكر أقوى من النهرين شايف كيف ليش ما يظهر هذا الفكر يعني لو تلاحظ أنه عندنا أشياء رايعة جدا دائما تندثر من أجل رموس هي جانبية أنا أعتبرها أو ما شبه ذلك ما حد يفكر فيها نحن عهدتا وقت ما نقوم بذلك نعمل مسح كامل لكل هذه الأشياء ونحاول نركز شايف كيف يعني تلاحظ أنه فرنسا شعارها ديك كندا شعارها ورقة ورقة شايف كيف إذن ألمانيا ممكن يكون شعارها تكرم الكلم يعني يعني الشيفر هند شايف كيف يعني من الكلاب الألمانية الفريدة إذن ليس هناك أي منع أنا طرحت هذه الفكرة المناقشة يعني ضحكوا ضحكوا بالفعل كثير ليش لأن هناك تركيز على استمرارية والاستمرارية هي أساسية وضرورية إذن أنت وقت ما تبدأ بشعار ضروري أنه هذا شعار دائما تنظفه وتشيل الغبار عنه وتركيز علينا هذا شعار ليس ملك الحاكم رقم واحد أو رقم عشر اللي حاليا حكم أو اللي راح واندثر أبدا هذا جزء من من قصة وتاريخ الملائين من الناس منذ قديم الزمان لحد الآن وفي عملية مهمة هناك تواصل ما يجي أي شخص حسب ذوق ويقول والله أنا أغير وأتلعب نحن في الحقيقة يعني اللي انقصنا المساقية وتلاحظ أنه النوكيا اندثرت المساقية انتهت شايف كيف أنت ما معقول تقول أنا هذا الشي أرفضه شايف كيف يعني التفكير الصناعي والتفكير العقلاني وما يمر حاليا في هذا الحالم من أشياء رائعة جدا وبسرعة عالية جدا يعني الأغلبية ما عنده طاقة بالفعل للتواصل مع هذه الأشياء يعني تلاحظ أنت جهاز الموبايل اللي كل واحد عندنا في جيبنا ونساعم يوميا يعني الأغلبية لم يستهلك 30% من الطاقة الموجودة في هذا الجهاز ليش ليش نعتقد أنه هذا الجهاز فقط هو الاتصال أو يكتب يعني SMS بالواتساب أو ما شبه ذلك وخلاص ولكن هذا الجهاز هذا كمبيوتر هذا عقل متكامل شايف كيف لاحظ أنه هناك بالفعل مشكلة سوف تحدث أن هناك السرعة بين التقدم اللي عتم وبين الإنسان الثابت الباطئ يعني الإنسان دائما تلاحظ تلاقي دائما معرض إلى أشياء كثيرة يعني أول شي ذوق وحيات ويقعد لازم يشرب شاي وقهوة يلا يصحى لا الماكنة خلال ثواني هي جاهزة ووصلت وتقوم بالمهمة وبسرعة متكاملة إذا الإنسان أصبح قاب قوس وخارج قوسين يعني بدونه يعني دائما تدخل إلى شركة مرسيدس وتلاحظ أنه في شركة عدد الشغيرة قل يقل كل يوم ليش الأغلبية تتم ميكانيكيا ومرتبط بفكر متكامل صحيح صحيح هنا التركيز صحيح التقنية تأتي من الإنسان ولكن ولكن أين نحن ذلك شاه كيف هذا هو السؤال المهم والأساسي ونرجع نقول نوكيا بالفعل هنا لم تنتبه في هذه الحالة أصبحت يعني التوقيت الزمني بين سرعة العلامة وتفكير العلامة وتقدم العلامة قابق يعني مثل ما يحصل عندنا في البلاد العربية نحن نسأل نفسنا أين جامعات العربية بالرينكينج أين جامعات العربية بالبحوث صفر ما موجود أي شيء يعني ألمانيا تعطي عشر بالمئة من ميزانية البحث ونحن ما في صفر فاصلة صفر صفر تسعة ما ما نقدم البحوث لهذا السبب نيمين شاهف كيف إذن يعني لازم يحدث في الشيء وهذا الشيء تعرف يعني حركات التنوير في أوروبا وخصوصا في ألمانيا بدأت من هذا الضيق أنه صارت تكاتل عليها وضغط عليها وبدأت مجموعة صغيرة من الشباب قالوا لازم ننور الناس لازم ننور الشعب لازم نعمل حركة التنوير ضرورية وأساسية وهذه الحركة تتم على كل جوانب يعني في الحقيقة أنا مهمتي في مجال التصميم أقوم بذلك لشعر أن التصميم هو الحلقة الموصلة بين الفكر والصناعة وهذه الحلقة لازم تتم يعني نحن لازم يوم والأيام يكون عندنا صناعة هذه الصناعة ولو كانت صغيرة يعني شاف كيف لمنتوج معين وما شبه ذلك ولكن هاي الأشياء ضرورية ليش لأن الفجوة اللي عاد تحصل بيننا وبينهم عاد تكبر يوما ورا لآخر نعم شكرا جزيلا أحسنت بروفيسور ريان ويتبادر إلى الذهن ربما سؤال هل يمكن تغيير السلوك الإنساني من خلال العلامة نأخذ سؤال من الدكتور خير الله سعيد لكم الحديث تفضل شكرا لك عديد حازم ونحن سعداء يوم جدا حقيقة بروفيسور ريان عبد الله معنا حقيقة اليوم نبهنا على أشياء يعني رغم لدينا أشياء لكن لم ننتبه لا في وجودنا حقيقة الدكتور شاقين وجود مانا أنا يعني عجبني أشياء جديدة أشياء انتقلتها هي عدنة ومدن نجربها مثلا الجنون في عملية الرؤية أنا رجل باحث في قضايا التراث وغيره وكذا هذا كيف رح نجن بس يعجبني بهذا الجنون قولة ابن عربي ابن عربي يقول وظيفة الخيال التحرش بالمحال شوف هو الفكرية هنا الموجودة في عملية أخذ المبادرة والتقح إليه ليس فقط هي تأتي في بالك لأنه عند أيضا مقال آخر يقول فيه ما لاحة ثبت يعني الفكرة التي تلوح بالفكر أو هذه البساطة يمكن تعقيقها بالدليل أن الفكر استطاع أن يحضرها ولذلك قال وظيفة الخيال التحرش بالمحال إحنا هنا بالفن يعني أنا رجل بطلق باحث إلى قبل أدب وبالتاريخ وبالتراث وبالتراث الشعب كيف أفهم يعني التصميم التجاري مع الرؤية الفنية يعني محمد وراج قبل شوية كان يركز على هذا الجانب أنا أخذ هذا الجانب أريد أصمم لي فت غلاف إلى أحد كتبي مثلا كيف أنظر له هذه الزاوية بحيث يكون المسألة البساطة فيه وعمق الفكرة هذه نقطة النقطة الأخرى يعني أنا رجل الماجستير لم أكن بالخط العربي دكتور أحب الخط العربي منذ الطفولة يعني أشوف مثلا ما ركزت عليه أنت يعني العلامات المميزة بالخط العربي والتشكيلات ليمكن أن تكون رائعة جدا بالتراث الفني العراقي والعربي أكيد أنت دور عليه الآن أكيد عندك تصميم به فهذه المسألة مثلا هذه نقطة جميل 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 أيوة البناء الغط حلو النقطة الأخرى هذا آخر كتاب لأيلي جميل النقطة الأخرى اللي حاول أن أشير إلها وضع العلامة في الأدب بمعنى في الشعر في الكلمة في بنيان القصيدة بحيث أجعل أن المتنقي يستطيع أن يتعى التربية هذه مشألة يعني إحنا كنقال وكأدباء ومفكرين نحاول قدر الإمكان أن نبرز بها لأنها مجال استغرامة مع جل احترامنا إلى الدكتور شرفو شكرا جزيلا دكتور خير الله أسألة رائعة تفضل دكتور أستعج تفضل يعني أنا أشكرك جدا عن هذه المداخلة وعلى هذه الأسئلة في الحقيقة يعني الخيال الكل يعتقد أنه فتشي حر ولكن الخيال ليس حر هي عملية أنت ممكن بالفعل تقوم بها بثاتيتك من خلال متابعتك لازم تقرأ أول شي شي ثابت إذا أنت تريد تطور خيالك لازم تقرأ أنت ما تعدى أن الخيال رح يجي هيك النقطة الثانية لازم تسافر إذا ما سافر وشوف العالم ما تقدر تطور خيالك لازم تروح إلى مناطق غريبة عجيبة حتى شو قف تقول هذا يعني أنا من خلال رحلاتي بالفعل يعني رحلتين أثروا علي كثير في هذه العملية منغوليا يعني منغوليا أثرت في فكري كثيرا جدا أنه هاي المساحة الجبارة الواسعة منغوليا فيها أربع مليون فقط سكان وعشرين مليون من القطيع شاف كيف مساحة جبارة هذه المساحة تجنن شاف كيف واليابان واليابان عطتني جرس كامل يعني متكامل باحترام الوقت يعني ما شايف شعب يحترم الوقت ويحترم مهية العمل أيضا من خلال الوقت شاف كيف يعني تروع عندنا يعني هناك في المحيط العربي هناك مصرحات أو عندنا في العراق يقولك والله تعال نكتل الوقت هذا المصرح ما موجود في غير مكان تستغرب يعني عدتلاحظ أنه العملية مرتبطة في الحقيقة بالخيال النقطة الثالثة يعني نحن قلنا لازم واحد يقرأ لازم واحد يسافر وليازم واحد يشوف أفلام وخصوصا أفلام الخيال يعني الخيال العلمي شاف كيف لنهاي الخيال العلمي هناك يعني ناس قبلنا بالفعل فكروا في هذه الأمور ونقلوا هذه الأشياء وأنا دائما أنصح طلابي أن يتابعوا هذه الأشياء إضافة لذلك بالفعل أن يحتل الورقة الورقة هي المساحة البيضاء الجبارة الراعة جدا في الحقيقة أنا صالي سنتين أعمل في بحث اسمه الفراغ في تصميم يعني أول شيء أقول لك بصراحة بحث مجنون يعني ما قالوش أي علاقة بأي عقلانية أو ما شبه ذلك يعني كل اللي سمعوا ذلك من زمال صفن وقالوا شو هذا يعني شايف كيف وأنا أثبت لك أنه الفراغ هو السيد الشيء المملوء شايف كيف يعني نسأخلي إيدك هيك الصور والكلمات والحروف وما شبه ذلك ونحن هذه كلها حالين كيف حالين نزلها بالموبايل إلى الواقع إذن ماكو فراغ فارغ أبدا نحن يعني مشكلتنا نحن بالفعل في تفكيرنا السطحي يعني نحن لازم ندخل هذا عمق عمق العالم يعني الفراغ لو تنظر مثلا إلى الكواكب الموجودة هي محدودة ولكن الفراغ المحيث بينها جبار كبير جدا وهذا الفراغ يلعب دور كبير في حركتها شايف كيف نحن نقولها يعني تسبح في الفضاء ولكن هذا الفضاء هو غير مدروس نحن لازم ندرس الفراغ يعني عندك المساحة البيضاء لماذا المساحة البيضاء الضرورية لأن تلعب دور كبير بإظهار ما هي الشيء اللي أنا ظهر كان هو الحرف أو الخط أو اللون أو الزخرف أو ما شبه ذلك نحن عندنا لا تدخل يعني أنا أذكر يعني طفولتي عندنا السجاد بها معرف 30-40 لون 50-40 شكل وزخرف أو ما شبه ذلك طبعا تفكيرنا لازم يطلع أيضا لفسنا الشيء أنت خذ بيت وترك الحيطان أنا تركت بيتي سنتين الحيطان بدون لوحات لغا من عندي العشرات بل المئات من الأعمال اللي بالفعل أرغب أن أعرضها يعني لي ولي السقاء وزملاء هدوني إياها شايف كيف ولكن كان يهمني معايشة هذا الفراغ والبيض لأنه جزء أيضا من عملية الخيالي دائما يعني أنا أيضا أقول لك التحرش جميل تحرش كل شي المصمم جيد هو يتحرش حتى بالفراغ ليش هو لازم يجل في داخله ويعتقد أنه هذا الشي موجود ويخرجه نرجع نقول طبعا الرؤية ضرورية ونحن عندنا مشكلة فكر بصراحة عندنا مشكلة فكر يعني الناس كلها هيك يعني عايشة هيك على جانب هذه الحياة وما تعرف ليش يعني وأنا أيضا من عائلة بسيطة ودائما حاكي أهلي وحاكي خواتي وسألنا ما يصير ما يصير هذا هذا اليوم ملكه هناك عدك 24 ساعة استغليها أعملي فيها أي شي فكر في موضوع ما وأعملي فيه يعني يعني عدنا أول موحد يصحى زوج تقول ليه أشتري أطبخ لك اليوم لا يا أخي ليش ما تقول لي أي كتاب ممكن أقرار لك إياه أو أي كتاب أقرار لأطفالك أو أطفالك أو ما شبه ذلك شايف كيف نحن عدنا مشكلة فكر وهذه المشكلة هي كبيرة نرشأ هذه المشكلة طورت إلى أصبحت إلى مشكلة ثقافة نحن ليس عدنا ثقافة جمالية هذا الموضوع هيك والهيك نحن متفقين عليه أعتقد ولكن أيضا ليس عندنا ثقافة عملية شايف كيف ليش العملية الوظيفية كل الشيء نحن نقوم فيه الوظيفة وهذه الوظيفة إذا ما كانت من ضمن ثقافة معينة إذن أصبحت بالفعل مشكلة كبيرة إذن يعني لازم نعيد التفكير بمستقبلنا بأطفالنا اللي بالفعل يعني هما لازم يسيروا الرواد هذا العالم ما ممكن يكون بهذه الشاكلة يعني إذا الوضع بقى مثل ما هو في العراق أنا أقول لك يا بصراحة نحن في في الهاوي يعني مثل نوكيا وأكثر شايف كيف ليش لين شوف الآخرين ونصوا يا أخي شوف السباق الموجود بين الدول يعني 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 سند 1920 كانت مصر من الدول الصناعية المعروفة شايف كيف شوف قبل خمسين سنة أين كانت الصين وأين أصبحت الصين وأين رح تصبح الصين بعد كذا سنة إذن نحن أصبحنا بالفعل قابق وسين وهي مشكلة كبيرة جدا ونحن يعني بالفعل كروات في هذا العالم العربي أو العراقي لازم نقوم بشيء وعملية نقوم بشيء لازم نحن نشعر أو الشيء بمسؤولية هذا الشيء نرشع نقول أنه الشعر أنا في الحقيقة هذا الموضوع ناقشته قبل فترة مع زميل بدون أن نذكر اسمه شاعر وكنا نمسح وكذا قال يا أخي أنتوا شو تعملوا أنتوا المصممين يعني تقعدوا تعملوا شعار والدوخون بهذا الشعار قلت له أقل شي نحن يعني نقوم فيه مرتبط بمنتوجة وعلامة وما شابه ذلك ولكن أنتوا الشعراء ماذا تعملوا قال والله نحن نعمل الكلمات الرنانة وقال بين قوسين اللي تنوم من ناس شاف كيف يعني بالفعل نحن عندنا مشكلة كبيرة يعني حتى الأدب والثقافة عندنا يجب أن تنظر إلى كثير من الأمور بمنظور جديد وتحكيها محاكات جديدة الارتباط والتزاوج والاحتكاك بين هذه الثقافات أساسي وضروري أنت ما تقدر تنفصل أنا كنت في جنوب العراق قبل أسبوعين وكنت في حضور لاحتفال شعري شعبي يا أخي يعني ساعة ونص كانوا يجوز ثلاث شخص بعد ذلك أنا قلت حرام على الوقت المهدور بهذا الوجود شايف كيف أنا حضرت بالفعل عشان أعط أخذ صورة وعطي صورة شايف كيف وبعد ذلك شو صار كلام فاضي يا أخي إذا أنت ما تقدر تعمل شيء من خلال الشعور حث الناس على العمل من خلال الشعور ما في يعني في الشعور ولا واحد قال يا شباب انهضوا وعملوا يا شباب ازرع شجرة يا شباب افتح كتاب يا شباب أعمل كذا يا شباب نظف باب بيتك أو ما شباب ذلك ها ممكن كل هذه الأشياء ممكن وحيد دخلها في الشعور رجعت كنت أسأل نفسي وقلت ليش في ألمانيا الشعور قليل جدا أو شبه معدوم لأن العملية التفكيرية طبعا ترتبط ترتباط كل بين الكلمة والفعل ونحن بعيدين كل البعض عن الفعل يعني عندنا الكلمة هي سهلة أو بسيطة ولكن في العمل أنا أسف يعني لهذه الصراحة والوضوح يعني أحسنتم أحسنتم لا حقيقة يعني مفارقة مهمة ولربما يعني عملية تحذير لأنه يبدو النهرجانات الشعرية هي محاولة لتفريغ لتفريغ الطاقة عند المتلقي باتجاه وينتهي به يعني دون إنتاج جديد وميداني نأخذ مداخلة من قبل الأستاذ سامي شاكر تفضل لكم الحديث سيدات السادة الأفاضل مساكم الله بالخير والعافية جميعا أينما كنتم الحقيقة أنا سعيد بلقاء أخي الكبير وصديقي العزيز بروفيسور ريان فقط أبدأ بتعقيب على الدكتور خير الله بالمناسبة البروفيسور دخل التوبغرافي الانطباع الاستنس ستيل وأنا رحت وزرته في الجامعة وعلم الطلبة الألمان في بداية المشوار للعلامة أن يكتبون بالخط العربي فهو أيضا ملعب الخط العربي فقط معلوم الجنابك الحقيقة أنا عندي سؤالين قصيرة ما رح أطول السؤال الأول السلايد الثالث أو الرابع اللي قدم البروفيسور كان اسمه الطريق إلى العلامة كان عبارة عن جسر ينتهي في الماء فشنو الفلسفة ورهاي الصورة هل نهاية العلامة أنه تسقط في الماء وتنتهي الهوية التجارية السؤال الثاني من وجهة نظر جنابك ما هو تأثير الموروث الاجتماعي والثقاف الاجتماعية على بناء العلامة شكرا جزيلا للصالون العراقي شكرا جزيلا السيد حازن الله يحييك شكرا جزيلا وشرفتنا بحضورك السيد سامي ونتمنى حضورك في لقاءاتنا القادمة نتفضل أنا أيضا أتمنى حضورك أخي العزيز وأنا سعيد بوجودك بيننا وسعيد أيضا بوجود كل الأصدقاء وزمناء في الحقيقة يعني النقطة الأولى هي واضحة يعني من خلال الصورة الأعنامة هي عملية ولادة هاي الولادة تنتهي في الطريق أنا في الحقيقة يعني كان معي مرة قصة أنا بحب الصحراء وجاي هنا على الجزائر اللي بالفعل بدي أشوف الصحراء أيضا وأتعمق شوية ليش لأن مولع لأن الصحراء فيها فيها طاقة غريبة جدا أنا أعتبرها ضرورية جدا بالنسبة لي في عملية التصميم أنه أنه أحيانا أبتعد عن هذه الأشواء إذن العلامة هي بالفعل عملية ولادة وهذه الولادة تنتهي في طريق ما وتبدأ بشيء جديد ولهذا السبب أنا حاولت أن أظهرها بهذه الصورة وأعتقد أنا أعتقد الصورة هي بالفعل مناسبة وضرورية ولكن قبل قبل تقريبا أكثر من خمس ساعة سنة كنت في المغرب وكنت ذهب من ألمانيا بالسيارة إلى المغرب وقلت لازم أزور الصحراء وكنت في الطريق وكان بالحقيق قبل ما كان النافجيشن يعني كان موجود والجي بي اس كان عندي خريطة المهم وصلت إلى يوم الأيام الشارع انتهى وبعد ذلك الصحراء وكان فينا هات الشارع جالس شرطي ويشرف شاي أنا فتحت الشباق قلت لي يا أخي فين الشارع هذا قل لي أنت وين تريد روح أنا قلت لأنا أنا أريد أروح للصحراء قال يا أخي انزل من سيارتك واركب سيارة أخرى قلت له أين هذه السيارة قال جمل خذي جمل شايف كيف هذا من نسبة أيضا كان درس درس جميل بثقافة عالية شايف كيف نحن نعتقد أنه بالفعل هذه السيارة نحن نركبها هي تكفي لكل أشياء اللي يقصده أنه الفكر العربي يعني نعتقد أنه هو يحل كل المشاكل لا يا أخي حاكي ثقافات الآخرين أفكار الآخرين وشوف أين تجد الحلول المناسبة أنا بالفعل يعني يعني أحب ثقافتنا وتاريخنا ولكن لا في البقاء في الماضي أبدا أنا أعتبر عندنا مشكلة كبيرة جدا في الفكر اللي هي تصر إصرار كاما على البقاء في الماضي ما في حدا ينظر إلى المستقبل من خلال الماضي يا أخي خذ الماضي معاك أنا ما عندي مانع والله والله ما عندي مانع أذكر كل خالد بن وليد وكلهم وذكرهم وما عندي أبدا أي منع ولكن ما هو دورك يا أخي ما هو دورك أنت بكل هذا الشيء أظهر لي دورك نحن هذه الثقافة يعني أتعبتنا شاهد كيف كل شيء تروح يعني الشوارع في يعني معارض الكتاب الدولية في البلاد العربية تدخل شوارع كل الكتب في الماضي أنا استغربت قلت ما معقول أنه هذه كل الكتب اللي موجودة هنا في هذا المعرض بدون ما أذكر أي دولة ما في يعني ولا كتاب مستقبلنا أو الطريق للمستقبل أو الطريق لأي شيء ما في يا أخي ما معقول يعني ما معقول نهائيا يعني يعني إلى متى يعني إلى متى نحن نبقى في هذه الأشياء أسأل خلاص يعني ما عندي ما أنا أقرأ هذا الماضي كله ولكن لازم يكون عندك طفرة من الماضي إلى المستقبل ومتى تتم هذه الطفرة ويا ترى ليش ما تتم نحن بوجودنا نحن نريد نشارك والله كنتنا نريد نشارك في بناء المستقبل ما في هذه الفرص يعني شبه معدومة تلاحظ يعني الموروث الاجتماعي عندنا نايم وتقي قديم وهيك يعني 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 أنت تعرفني يعني كيف أنا فكر يعني أنت قلت لي أخوي الكبير يعني أنا زعلت لأنني عمر 39 سنة كيف تقول لي أخوي الكبير شايف كيف أنا أؤمن إيمان كبير بالفعل بجهودك وجهود كل الناس طيبين وأنا أؤمن إيمان كبير أنه نحن الرواد يعني هاي الشخصيات اللي بالفعل اتشرت في العالم عندها قدرات خيالية خيالية ولكن لازم نضع هذا القطار على السكة شايف كيف ونمشي يعني هذه المحاضرة اليوم في الحقيقة هي محاكات لهذه الأشياء يعني أنا ما تعرفون شكرا سعيد لوجودي بينكم ليش لأن أشعر أن أنت تفهموني يعني يعني بخير مكان ما أقدر أحكي هيك شي يعني ما حد يفهمني راح يقول لك شو هذا جاي جايت فرسة في رأسنا شايف كيف يعني نحن ندعو نحن نعاني نحن عندنا معاناة كبيرة في الداخل أنه هذا الطريق يعني دائما تلقي أمامنا مزود يعني 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 ما بعرف والله كيف نفتح هذه الأبواب شكرا أحسنت دكتور بروفوسور ريان أحسنت واجهت حقيقة أنت يعني طرحت بأسلوبك الرائع الساحر همومنا جميعا ونتمنى من هذه القامات العلمية أن يعني تصل إلى النسبة السحرية ما بين الماضي والمستقبل لا يمكن يبدو لي لا يمكن تخلي بدون لدنا شك لا يمكن تخلي عن الماضي والموروث الثقافي اللي نمتلك وبإفتخار حقيقة في كثير من مواقف ومحطات لكن هل توجد نسبة سحرية ممكن أن يعني ينقلنا هذا الماضي إلى مستقبل أفضل نأخذ مداخلة من الأستاذ رحمان عباس تفضل لكم الحجير نحن في الصالون العراقي نهنئ أنفسنا اليوم لوجود علامة علامة بيننا علامة معرفية متمثلة بالأستاذ ريان وهو ليس علامة فقط وإنما علامة منحنا الكثير من هذا الفيض المعرفي الجميل بالنسبة إلى العلامة في السينما المصرية أو في الغناء المصري مثلا عبد الحليم حافظ هو في الحقيقة اسمه عبد الحليم شبان لما نقول عبد الحليم شبان ما يصل إلى درجة العلامة غيروا اسمه فهذا يعني أن الاسم علامة هذا ينطبق أيضا على فيروز هدى حداد من يعرف هدى حداد إذا كانت الاسم هدى حداد ربما أثر فيروز الاسم العلامة له تأثير كبير نعود حتى إلى الأستاذ ريان ربما كثير من الأسماء محمد جاسم حازم كذا ولكن ربما في المدرسة حوالي خمسين من الأسماء المعروفة ولكن ربما ريان واحد لذلك ربما أصبح علامة بفضل اسمه وقد أكون صحيح ومخطئ ليصحح للآمر رأيت فيلم سينمائي بعنوان مكدونالد يتحدث عن شركة مكدونالد عن شخص استمات في امتلاك شركة مكدونالد واستطاع إنجاح هذه الشركة حتى أصبحت طبعا امبراطورية سؤلة لماذا اخترت هذه الشركة مع الدعاوي ومع المشاكل القضائية قال إنه سحر الاسم الاسم علام الموناليزا في متحف اللوفر بباريس لو هذه العلامة الفنية كتب عليها هذه سيدة تبتسم لأنها تخطي سرا ربما لا تمتلك أو هذا الشرح قد أساء إلى العمل الفني العلامي إذن كما تفضل الأستاذ ريان إن للعلامة سحر سؤالي من أين يأتي سحر العلام وكيف لهذا السحر أن يدخل إلى المتلقي المتلقي كمشتري المتلقي كمعجب المشتري كزبون وشكرا جزيلا لك أستاذ ريان أنا أشكرك جدا في الحقيقة هناك أشياء أنا لم أتطرق إليها ولكن من خلال هذا السؤال الجميل جدا نفتح باب المحاكات نحن عندنا موضوع الاسم يدرس نحن في المؤسسة يعني في شركتي عندنا عشرين قاعدة لاختيار الاسم وهذه العشرين قاعدة دائما نطبقها يعني وكما تجينا مؤسسة جديدة يعني وندرسها من كل جوانب طبعا هناك دراسات كثيرة جدا عن الأسماء الأسماء حتى اللي بلفعل فشلت هناك أسماء يعني لأكثر من منتوج أساءة للمؤسسات وغيروها يعني لتلاحظ أنه تسميات المنتجات وخصوصا المتسلسلة المنتجات المتسلسلة نحن نقصد فيها يعني مثلا سيارة مارسيدس يقل لك عندك الأكلاسة والب كلاسة والسي كلاسة والأكلاسة والإكس كلاسة كلها هذه كلها تسميات هذه التسميات المتسلسلة هذه تدرس دراسة كبيرة جدا ومنظور الاسم مبني على قاعدتين القاعدة الأفقية شايف كيف أنه هذا الاسم يأتي من عائلة شايف كيف أنه هذا الاسم عندك هو مثل ما يقولون عنده أخوة وهذول الأخوة أو الخوات يعني قريبين واحد كبير واحد صغير واحد ما شاهد وبعدين العمودية وهذا الاسم هو يظهر يظهر خصوصية هذا الشيء يعني يعني كمثال عندما تلاحظ أنه أنه عائلة مرسيدس وتكون من كل هذه الأسماء الأ والب وكذا إلى الست ولكن عندما تأخذ الأ تلاحظ فيها ثلاث أشياء ثلاث أشكال أو تأخذ السيء تلاحظ فيها جزء أربعة مثلا الأي عندك يعني اللي هي أقوى سيارة موجودة تنتجها شركة مرسيدس وتباع أكثر شيء فيها خصوصيات أكثر وما شبه ذلك ليش إن منظور هذه الخصوصيات تلعب دور كبير جدا في السوق الإسم يلعب دور كبير جدا في نقل هذا المحتوى أنت ذكرت بمصلح جميل جدا اسمحلي أنا أيضا استعملوا سحر الإسم في الحقيقة هذا السحر جميل جدا وضروري جدا ومدروس حاليا يعني نحن نختار أي اسم ناخذ كل القواموس أصبحت في الحقيقة الإلكترونية سابقا كان عندنا في الدوليب قواموس يعني للغات بالحقيقة نحن نجهلها ولكن عندما ناخذ الاسم نبحث في القواموس هل يترى الاسم موجود وما معنا شايف كيف لتجنب الخطأ ولكن تلاحظ أنه كل هذه الاسم تحتاج دائما دائما إلى أنه هذا الغبار لازم يكون بعيد عنها ليش لأن العلامة دائما تحتاج إلى العملية التجديدية والعملية التجديدية هي ضرورية وأساسية وهناك أسماء بالفعل هي كانت جيدة وناجحة وتغيرت ليش لأن أصبحت بعد فترة ما غير مرهوبة مثلا يعني كمثال بسيط الموجة اللي مرت علينا قبل سنة أنه هذه الأسماء وخصوصا في المحيط الأوروبي يعني عندك أسماء كثيرة لمناطق كثيرة لتمثيل كثيرة لأشخاص لعبوا دور كبير جدا في تقدر تقول في تجارة البشرية شايف كيف في الضغط على الناس في أفريقيا أو خارج أفريقيا وما شبه ذلك وحاليا هذه المساحات هذه الساحات غيروها حتى هناك بعض المنتجات بهذه الأسماء غيرت شايف كيف ليش أن أصبحت هذه الأسماء ما إلهاش مكان ضمن هذا السماء اللي نحن نعيش فيه وإذن سحر الأسم مرتبط أيضا بين الماضي والحاضر ولكن الماضي يعني عندك كثير من الأسماء ماضيها سليم ولكن عندك مجموعة من الأسماء ماضيها غير سليم شايف كيف يعني أسا أنت في ألمانيا ما رح تجد طفل أو عائلة تسمي ابنها باسم رأيتهم الأخير شايف كيف أو ما شبه ذلك ليش أن هناك أسماء مرفوضة هناك أسماء تلعب دور كبير جدا في المستقبل في ألمانيا هناك أستاذ واحد وشي رائع جدا عنده مقعة مقعة تدريسي اسمه اختيار الأسم في ألمانيا كلها شايف كيف وعادة يعني هو أيضا ينصح المؤسسات يعني في عملية تغيير الأسم يعني مثلا واحد يريد يسمي اسمه في ألمانيا يروح هناك هذا يقول لا هذا الأسم ما يناسب المحيط هذا شايف كيف ممكن يكون في محيط عربي آخر مسموح لكن ما معنى أنه هنا مسموح عاد يدرسه ويوضحه له ويوثقه شايف كيف يعني اللي بعده راح يجي أيضا راح ياخذ رفض أو ما شبه ذلك عاد لاحظ أنه بالفعل كل اسم له سحر وهذا السحر أصبح من خلال الرقمية يعني يعني مفتوح للآخرين ويلعب دور كبير جدا في نقل هذا الفكر ونقاء هذا الفكر يعني يعني نحن يعني وقتما نتكلم عن هذه الأسماء نلاحظ بالفعل الأسماء اللي ذكرتها رائعة جدا وتنقص صورة حية جدا و و و حقيقية ولكن أنا أقول لك مثلا أغنية الطشتئلي ها أو العنب العنب شايف كيف يعني حاليا ضمن هذا المحيط اللي نحن نعيش فيه وضمن هذا الناس اللي نحن نعيشهم اللي واحد اسمه أحمد ومحمد يسمع لك الطشتئلي والعنب العنب إذن معناها أنه تعاشق بين الفكر الموجود في هذا المحيط وسحر الأسم شبه دثر يعني يعني معاناة معاناة يعني بمعنى الكلمة يعني 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 لازم واحد الساعة لو تروح مثلا إلى لبنان تلقي في أسماء جميلة جدا ها يعني لطيفة جدا نحن تروح عندنا يعني تلقي كل أسماء ثقيلة يعني يعني حتى الأكلات ما أنها مقلوبة أو ما بعرف إيش أيضا هذه كلها من ثقافتنا وطبعا نحن ندعو إلى يعني مو أنا أقصد تغيير الثقافة إنما يفعل محاكات هذه الثقافة لشيء جديد ما معقول كل واحد يسمي ابنه زيدة وعبيد حاليا على ما كان موجود قبل مئات السنين أنا أشكرك جدا مداخلة عجبتني جدا وهذا المصلح راح استعمله وراح ذكرك شكرا جزيلا أحسنتم حياك الله شكرا جزيلا أنا أخذ مداخلة من أستاذ سلام الحريبي تفضل لك الحديث شكرا جزيلا دكتور ريان إحنا هواي فخرين بك ما شاء الله الإنجازات الكبيرة ماتك الحقيقة أنا أجبني تركيزك على تشجيع الجميع وحكهم أنه to make a difference مثل ما يقول to act on their passion to find their purpose in life ما شاء الله هذا شيء مهم جدا أنا حقيقة عادة يولعب نفس الشيء بالجالية مثل ما ذكر الأستاذ حازم أنا أتمنى أنه توعدنا من خلال هاي الجلسة أنه تفتح الجامعة الأخرى في بغداد أو بالعراق إن شاء الله حتى يكون هم طريق مستقبل جيد في هذا المجال بالعراق إن شاء الله سؤالي دكتور أنت ذكرت عدة مرات وبعض الأسئلة هم ذكروا موضوع مواكبة التغيير اللي داي صير ذكرت نوكيا نوكيا بلاكبري هم إكزامبل آخر كوداك مواكبة والحقيقة العصر في الدجتال فوتو مجال اللوغوز أو العلامة حقيقاً اللوغو بين الاثنين استعمال بس إضافة العاطفة والذكاء والقضايا الأخرى الطبيعي تكون أنجح شنو رأيكم بهذا الطرح دكتور وشكراً أشكر جزيل الشكر تفضل نعم أنا أشكرك جداً وأشكرك عزيزي على هذه المداخلة الجميلة جداً في الحقيقة نحن ننظر إليها بمنظور جميل جداً أنا قدمت الفصل الماضي درس مع طلابي في هذا الموضوع وقلت لهم تعالوا أنه حكي الموضوع يعني المحاكات ضرورية جداً أنا دائماً أصر وأقول أنه العملية الترقينية تأتي من الإنسان الإنسان هو سيد الفكر شايف كيف وهذا الفكر بالفعل يتم من خلال أنه أنت هذا الجهاز تلقنه بالمادة التي تريدها والجهاز راح يقول لك والله أنا عندي الإمكانيات كذا 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 وجهاز دائماً ينظر على الإمكانيات التي عنده التي هي بالفعل كثيرة نحن ننسى شايف كيف نحن نذكر شهر تين ثلاثة نربطها مع بعض ولكن إنجاز ما ينسى إنجاز يعطيك الإمكانيات الكثيرة شايف كيف ولكن أنت يعني إحنا إيضاً جربنا إيضاً شعارات قلنا له ريد شعار لمؤسسة كذا 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 أو أو رجاء أعطيني صورة عني أنا كذا كذا طولي كذا عرضي كذا ارتفاعي كذا ما بعرف إيش أفكر كذا ويعطيك هذا الصورة شايف كيف وهذه هي من ضمن خسين وهذا الخسين يحسن حالياً والمشكلة أنه هذا الخسين يعني ليس فقط في المنظور الصوري إنما في المنظور الفكري والكتاب والتباع شايف كيف يا نسع في الحقيقة أنا بشتغل على كتاب جديد لأني أنت حق لك تخاطب الكمبيوتر وتقول له ما هو رأيك في الموضوع الفلاني شايف كيف يعطيك عشرين سطر أو أكثر أنت حسب ما تريد وهذه الأشياء أنت ممكن أيضاً وحق لك أن تستعملها ليش لأن هذه جزء من من مخاطبتك وتفكيرك ولكن ولكن لحد أن هناك الكثير من الأشياء اللي هي خارج قوس يعني تحتاج إلى فترة سمنية إلى أن تتم الصورة الصحيحة يعني مثلاً يعني نحن نسميها الكوبيرايت يعني الملكية الفكرية لهذه الأشياء يترى هي تابعة للأشخاص اللي لقنوا جهاز أم تابعة للجهاز أو ما شبه ذلك إذا كان للجهاز كيف راح نعطيه هذه الملكية الفكرية وكيف راح نعوض له في الاستخدام لأن الملكية الفكرية لها علاقة بالاستعمال والاستخدام طبعاً القيمة وهذه القيمة يجب أن تدفع يعني أنا كنت ما أصمم شعار دائماً أخبر للزبون ووضح له أنه الشعار هو ليس ملكه أنت يعني إذا تشتري لوحة هي اللوحة ليس ملكك إنما أنت يحق لك أن تنظر إلى هذه اللوحة اللي أنت تعلقها في غرفتك في البيت يعني أنت ما يحق لك نهائياً تغير في اللوحة أي شيء يعني إذا أنا بكرة أشتري الموناليزة ما معنى أنه أنا بكرة أضيف لها جذيلة أو شعرة أو ما بعرفيش أبداً ما يحق ليش ليش أنا عندي فقط حقية الاستعمال وليس الملكية والملكية هي دائماً مضمونة وثابتة للشخص الأول أحسنتم شكراً جزيلاً بس اسمح لي بس مداخلة بسيطة نعم تفضل ذكرت موضوع آخر أحب أن أتكلم علي ولو دقيقتين في الحقيقة الجامعة الألمانية في القاهرة من أكبر الجامعات الألمانية في يعني خارج حدود ألمانيا حالياً هذه الجامعة الألمانية أستسس 2003 وأنا في الحقيقة العميد المؤسس كلية التصميم هناك جامعة الألمانية مساحية خمسة لا خمسمائة ألف متر مربع يعني عنده وقت ما تحرك من مكان إلى مكان تحتاج إلى سيارة فيها حالياً سبع كليات أنا في كلية تصميم 1900 طالب في الحقيقة أنا صال لأكثر من عشر سنين أحاول في العراق تأسيس جامعة ألمانية في أي منطقة كان ودائماً وعارض بالمعنى ما أعرف ليش ليش أحياناً أقول لك يعني لدينا جامعات أمريكية وكذا أقول لي أخي ما في منع جامعة أمريكية أنا ما عندي منع ولكن نحتاج إلى صديق آخر صديق يعني جديد ممكن يناقش هذه الأمور بشكل آخر يعني أرجوكم دعونا يوم الأيام نتحرك في هذا الموضوع يعني إنشاء الجامعات يعني في الحقيقة من رياض الأطفال إلى الجامعات ضرورية جداً لتغيير الفكر في العراق وشكراً أحسنتم شكراً جداً على الإضافة المهمة جنابكم بروفيسور ريان حقيقة هي واحدة من أكبر همومنا أنه يعني نحاول أن نوجد في هذه الساحة الفكرية هذا المختبر الفكري الورشة الفكرية محاولة لإيجاد هذه الاقتراحات أو المشاريع المهمة اللي نتمنى أن ترى النور على أرض العراق وأشكر أخي العزيز سلام على سؤاله كان بالحقيقة يتبادل إلى ذيني مسألة الـ AI والشات جي بي تي وتأثيرها على التصميم لا سيمة جنابك تطرقت أن التصميم يعتمد اعتماد الكليا على العقلانية والعاطفة مغيبة في التصميم فكيف التوفيق مع هذا المنافس اللي هو في تطور مستمر نأخذ مداخلة من الأستاذ إدريس جاسم العبودي تفضل لكم الحديث السلام عليكم شكرا جزيلا أستاذ على قبول الدعوة وشكر الخالص لصديقنا المشترك الأستاذ سامي شاكر لترتيب معي هذا اللقاء مع الصالون التقافي العراقي في لوس أنجلس أنا أعد نفسي أحد تلاميذك ولهذا يعني شهادتي جوز مجروحة في بعض الأحيان بس أنا أعيد الفكرة أنه لا نستطيع أن نقود حياتنا إلى الأمام وننظر إلى الخلف هذه المركبة هي المركبة التي يقودوها يريدون يذهبون إلى الأمام ولكنهم ينظرون إلى الخلف شكرا جزيلا على تذكيرنا بمسألة الإسم وأهميته واللون وفي التراث المختلفة وشكرا جزيلا على التذكير على أهمية السفر والمحاكات والاحتكاق والتعلم من خبر الآخرين لنجلب إلى فكرنا أفكار جديدة الذاكرة محدودة لكن الخيال مفتوح جدا جدا مفتوح فالإنسان يصير شجاع لما يعرف أنه لا يوجد سقف للخيال وحدة من الأشياء التي تحصل دائما أنه الفروع التي نشتغل بها البركس والمحاكات الشيطان وحتى في الولايات المتحدة إذا لاحظت اللوغو وما لاتنا صار باركس ميك لايف باركس فشكرا جزيلا إليك السؤال مالتي ما من الممكن أن نعمل هنا في الصالون الثقافي العراقي في المستقبل لتذكير الناس وتثقيف الناس والعمل سوية على إيجاد حلول لهذه المسائل وشكرا شكرا جزيلا الشيء اللي يتركه يعتبر هو جزء من ماهية وهوية هذا الإنسان ولكن عندنا مشكلة كبيرة جدا أنه الأرث القديم يضغع الأرث الحديث ليش عندنا مشكلة كبيرة جدا بتحديد هذه الأرث يعني في الحقيقة أنا يعني أدعو النقطة الأولى بتغيير المصطلحات عندنا مشكلة كبيرة في المصطلحات يعني هذه المشكلة هي جزء من التخلف نحن ننظر دائما إلى مصطلحات ثابتة وخلاص يعني ما يحصل فيها أي تغيير يعني أدعو لتغيير المصطلحات ومناقشة مصطلحات جديدة تنظر الأمور بمنظور جديد وطرحة طرحة يعني المناقشة لأن أعتقد هذا الموضوع له علاقة بالفعل بطريقة تفكيرنا وطريقة تفكيرنا تختلف اختلاف كله عن طريق حياتنا وهناك مشكلة كبيرة جدا بين العملية التفكيرية والحياتية يعني عندنا يعني تلاحظ أنه الأغلبية يدعي أنه متحضر ولكن عندما تنظر إليه تبحث عن التحضر يعني ما تجد أي أثر لذلك ليش يعني يعيش في الماضي وينقل كل أمراض الماضي معه إلى هذا الحاضر ويدعو إلى الحداثة وتلاحظ أن الحداثة ما موجودة أيضا بأي فكر من أفكاره يعني أنا دائما كنت أذكر هذه الأشياء يعني من خلال محاكاتي لأن أنا يهمني دائما في الحقيقة أنه أتعلم من الآخرين يعني العملية التعلم ضرورية جدا لأن الوقت الذي نحن نخضي يجب أن يكون فيه فائدة وهذه الفائدة يجب أن تكون مضافة للجميع وليس لشخص واحد وهذه الفائدة لازم تكون ضرورية يعني عندما أنا أقرر أرتقي في الزمين معناه أنه يجب أن يكون هناك احتكاك يفيدني أنا أيضا وليس يفيد هو فقط إذن هذا الاحتكاك عندنا مفقود يعني مشكلة كبيرة جدا مفقود في الحقيقة أنا كنت قبل أيام في بغداد وعملت محاضرة في أكاديمية الفنون الجميلة وصار نقاش طويل عريض وأعتقد أنا شعرت بأنه ما طرحت لم يصل ولكن هو وصل ولكن لم يستوعب شايف كيف وعملية الاستعاب هي أيضا مشكلة جدا ليش لأن الكثير تلاحظ ما عندوش تصور الكامل لهذه العملية أجملك مثال بسيط عن الشيء اللي حصل عشان يكون عندنا تصور قلت بالحق أجل سؤال وهذا السؤال يعني دور الجامعات ومهيط الجامعة الذكية شايف كيف لأن أنا من محبي المصلح هذا وعمل عليه الجامعة الذكية وكيف تطوير الجامعات العربية والعراقية إلى الجامعات الذكية وكيف خلق هذه العملية بمنظور جديد وطرحت قلت أنه أهم صفات الجامعة الذكية هي عدم التركيز على التقنية إنما التركيز على الفكرية الجامعة مركز فكري وفلسفي متكامل وليس ذكان للكمبيوترات شايف كيف تلاحظ أنت عندنا كثير من الجامعات يقول لك عندنا لابور للكمبيوتر قلت لأنا في جامعتي يعني في مصر لغينا كل هذه يعني الورش شايف كيف لغيناها لأن نحن نطلب من الطالب عندما يأتي إلى جامع أن يجلب معه أدواته يعني أنت وكتما الدرس واحد تصوير ما معنى أنه عمره ما مسك كاميرا بلعك السلسبي يجيب معه الكاميرا ولا سلسبي يعرف كيف يستعملها إذن ليش في في التصميم ما يعرف يستعمل الكمبيوتر ويجي تعلمه هناك لا يا أخي جامعة هي ليس مهمة تعني هذا الشاب الكمبيوتر هاي الأشياء أصبحت بديهية شايف كيف يعني لو يعمل امتحان للحصول على إجازة السوق لاسم يعرف يسوق شايف كيف يعني ما معنى أنه رائد سواقة أو راح يعمل سباق سيارات ولكن لازم يعرف في سوق إذن هذه المديهيات ضرورية جدا أن نغيرها في تفكيرنا في المحيط العربي وندعو إلى تغييرها يعني أنه هناك تفكير وتطبيق ذاتي لازم يتم عند كل إنسان يعني لا يكفي أنه واحد يأكل ويشرف فقط يعني ضروري جدا استعمال الأدوات بصورة جديدة أنه تخدم المجتمع يعني وما ننتظر دائما من الآخرين و يعني النقطة الثالثة اللي أنا دائما أدعو إليها يعني يعني يجب أن نكتفي من البكاء على الأطلال شايف كيف يعني دائما كل ما يقول الله هذه الحكومة وهذه الحكومة يا أخي ما هو دورك بس وضح لي أرجوك قل لي ما عملت أنت أسع عمرك كذا سنة قل لي شو عمل زراع الشجرة زراءت يعني أنا في البيت أزرع طماطع والله يعني عندي بستان ألف مثل مربع أسرع فيه كل شي ما معنى أنه أنا بحتاج يعني ما بقدر أشتري طماطع بالعكس يا أخي أنا أحتاج هذه المحاكات مع الطبيعة بالنسبة لي ضرورية وأساسية في تفكيري شايف كيف ليش عندنا يعني يعني حتى أهل يقولون ليش ما تسرعوا طماطع أو أي شيء أو كذا يستغربوا ليش يقول لك نشتريها من بره أرخص شايف كيف يأخذ هذا التفكير خاطئ وقديم نحن لازم نحاكي نفسنا بأشياء جديدة يعني اللي ما يقدر يقرأ كتابه ويعمل منتوجه أو يكون عنده فكرة ممكن يقوم بأشياء أخرى يعني الساعد الساعد أيضا للأطفال في المستقبل يلاحظوا أنه يعني أنا كثير من أشياء أيضا تعلمت من أبي وطريقته وفلسفته في الحياة شايف كيف وكفاحه يعني من عائلة كبيرة حاليا أسأل نفسي لماذا أنه يكون عندنا عاشرة أو أكثر وما شبه ذلك العراق يا أخي إن ملى يعني وما أحد يعرف ليش والله يعني البعض يعني تفكير مثل تفكير القطط مع احترامي السامعين يعني ما معقول يا أخي مع احترامي لجميع عندنا مسؤولية أمام الرب عندنا مسؤولية أمام المجتمع عندنا مسؤولية أمام نفسنا يعني ما معقول واحد يجيب عاشرة وما يقدر ربيهم ما يقدر يقدر يقدمهم التعليم والأشياء الأخرى ويداعي يقول يقول الله الدولة هي اللي دمرتنا وذبحتنا وكذا كذا يا أخي يفكر شايف كيف وهذه مشكلة كبيرة جدا أنا أعتقد هذه الأشياء اللي أنا أؤمن فيها ودائما أحاول أوصلها بهذه البساطة أحسنت أحسنت أشكرا جزيلا شكر بروفيسور ريان بالمناسبة الرقم الحقيقي تعداد السكان العراقي غير معروف بس يقال أنه تجاوز الـ 45 مليون نأخذ مداخلة من الأخ أستاذ مؤيد رواف تفضل شكرا جزيلا أخي حازم السلام عليكم جميعا أستاذ عيان محاضرة قيمة وجميلة شكرا جزيلا معلومات كل الش حلوة استفادين منها وإن شاء الله تنعاد بالعراق قريبا حبيت أدخل بالنسبة للفراء اللي حشيت عليها أنه أنا مهندس معماري ومؤخرا صارت أنظر للفراء هو أفضل من البناء لأنه الفضاء هو يجمعنا أزيد مما تقعد بالغرفة وما تجتمع أو بالبيت أو بالهذا حقيقة هاي فتشي جديد أنا حتى من أمشي أضاع الفضاء أزيد من البنايات فإن شاء الله تتوافقون بهاي النظرية وأكيد كتابكم رح يكون كل الش حلوة سؤالي هو هل تعتقد أنه على بالنسبة للشخص أن يكون عنده علامة هو وهل القبعة التي تلبسها هي علامتك شكرا شكرا سيد مؤيا تفضل شكرا يعني أنا أنا في الحقيقة شخصيا يعني نرجع على الطريقة المصلاوية يعني على الطريقة المصلاوية هي كالآتي أنا دائما ملابسة أسودة أبيض ليش لأن عندي ياما بكينة غسيل بيضاء أو بكينة غسيل سوداء هذه عملية اقتصادية الأكثر والأقل شايف كيف في الحقيقة أنا عنامتي هي أول شي فكرية وأعتمد اعتماد كلي على إيصال الفكر بالطريقة اللي أنا أعتقد هي صحيحة مثلا أقول لك ليش أنا دائما مصر إصرار كامل إنه ملابسة كلها سوداء وبيض لأن دائما أنا أبيع اللون أروح للزبون أبيع اللون شايف كيف أنت ما معقول تلبس شاكين زرقة وتروح على السبون وتتحكيله عن لون أصفر ومهيت اللون الأصفر وكذا وكذا ويقول لك يا أخي أنت تحكي لي عن لون أصفر واللون الأصفر رايع وأنت لابس شاكين زرقة ليش ما تلبس شاكين صفر رايضا لون أسود والأبيع يسحبك دائما أنا دائما حاول أسحب نفسي في العملية التسوقية وركز عن منتوج اللي أنا راح أسوقه أو البضاعة اللي بالفعل أنا أرغب في ذا السوق ولكن قصة قبعتي هي أخرى في الحقيقة أنا كنت في القاهرة هذا الحكي تقريبا قبل 15 سنة وشعرت أنه راسي وجعني أنا عمري ما راسي وجعني شايف كيف عاد عندي صديق طبيب سألته قلت لي يا أخي راسي وجعني هاليوم طول الوقت قال لي أين كنت كنت والله كنت تمشى في شوارع القاهرة قال تحت الشمس قلت آه قال لي يا ريان أنت أيامك الشمسية انتهت ماذا تقصد أيام الشمسية انتهت قال يعني أنا أنصحك البس قبعة والله رحيت ثاني يوم شريت قبعة ولبستها وتمشيت في الشارع في أي وجع راس بعد يعني هذا هي قصة القبعة بضبط وأصبحت جزء مني ولا أكثر ونأخل في الحقيقة هي يعني تعرف أنت في المحيط يعني ما تقدر تلبس غترة أو وعقال ويشمر أو ما شابه ذلك في محيط الله أوروبي القبعة وأصبحت يعني جزء من هويتي وأنا حاول أن أركز أنه أيضا عن لون الأبيض والأسود وهي يعني مثل ما يقولنا نحن نسميها باناماهوت يعني هي ورقية وبسيطة ولكن أصبح جزء متكامل مني شكرا جزيلا حياك الله أحسنتم نأخذ مداخلة من قبل دكتور سلام موسى تفضل لكم حاليا شكرا جزيلا شكرا جزيلا حقيقة يعني محاضرة تحفيزية خنقول وأنا أشكر لأنه حقيقة إنسان يعني يبدو مستقبلي ومتطلع للمستقبل بأكثر فهذا جميل جدا لكنه بنفس الوقت أرجو أن يسمح لي يعني أنه أبدي بعد التحفظ على بعض الأشياء اللي قالها مثلا خاصة بالنسبة لما أخبروها عن الشعر أنه هو ينوم الناس أو مثلا حضر محاضرة شعرية وكانت فيه اهتفاها وهذا صحيح لكنه أنا أقول فقط شي واحد حتى لأنه أفكار كثيرة هنا انطرحت أنه كل الإختصاصات كل الإختصاصات هي بيها الأرث والجميل العلامة التجارية أو العلامة خنقول بيها بعض العلامات التافية وبعض العلامات العميقة الإنسان نفسه هو علامة يعني أكو علامة إنه الإنسان يحط علامة جيدة وأكو إنسان يحط علامة تافية على شخصيته الشعر بالمناسبة مثل بقية الاختصاصات إنه هناك الشعر خنقول الرث أو الغير هادف وهناك الشعر الهادف والحقيقة بالنسبة للشعر يعني ما شعر غير غير ناس وغير ارتجاهات وقلب يعني قلب الخنقول الخصاص الإنسان وأهداف وصل إلها فكل الإختصاصات حقيقة أنا مرح أدخل بها لأنه ما أحب أحكي على أي اختصاص إلا أنه قدر جميع الإختصاصات شكرا جزيلا أنا أشكرك جدا أخي يعني ملاحظتك سليمة وصحيحة ولكن يعني ليس هناك أي تعقيب على ذلك ولكن فقط التركيز بالنسبة على مصطلح الشعر الهادف والشعر الغير هادف شايف كيف أنا أدعو فقط إلى الشعر الهادف لا أكثر ولا أقل أدعو بالفعل أنه ننظر إلى الوقت اللي نحن نعيش وسوية مع بعض أن يكون أكثر شيء هادف عندنا مسؤولية كبيرة جدا أمام نفسنا أمام مستقبلنا أمام بلتنا أمام أطفالنا وأدعو فقط إلى استعمال هذه المسؤولية بصدق وصراحة من قبل الجميع يعني ونحن هاي المجموعة البسيطة من الرواد يعني إذا ما يعني اتفتنا على بعض وأخذنا إيد بإيد يعني بقول فعل من الداخل ما رح يصير شيء يعني أنا ما أنتظر الشيء الكثير في الحقيقة لأن المعاناة هناك كبيرة شكرا 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 دكتور ريان فعلا هي مسألة الشعر كباقي الفنون الإبداعية يعني مسألة ذوقية ولربما يعني تعبر عن مشاعر الكثير وفي كثير من الأحيان هي أو نافذة يعني لاستهلاك طاقة الإنسان فعلى أي حال نترك الحديث إلى أستاذنا الفاضل دكتور سعد ياسين يوسف لكم الحديث شكرا جزيلا وتحية للصالون العراقي على هذا الثراء المعرفي الكبير وتحية لمحاضرنا الأستاذ ريان عبد الله على ما قدم من رؤى وأفكار عميقة ورائعة سؤال ببساطة للحروف العربية بعد علاماتي وسيميائي معروف يعني وتجسد هذا البعد في استخدامه في القرآن الكريم وفي التصوف وحتى في السحر طيب هل الحروف اللاتينية نفس هذه الطاقة التعبيرية نفس هذه الطاقة التي تتفجر حينما تستخدم سيميائيا هذا السؤال وسؤال ملاحظة وليس سؤال ملاحظة رأيتك وقد وضعت حرف ز بالأصفر على الصور التي قدمتها من خلال هذه الشاشة ما الذي قصدت من هذا حرف الأصفر ز شكرا جزيلا لا عفوا بس دكتور سعد هذه كانت يعني بعض الأخوة كانوا يعني يحركون الماوس على الشيرينج سكرين بس هو علامة سيمياء أصبح علامة فعلا يعني أصبح علامة هذا حرف الز يعني أصبح علامة بالنسبة لي يعني كل الصور التي كانت تظهر ويتحدث بالأستاذ كانت تظهر هاي الز هاي تداخل للأسف تداخل التقنية مع الإبعد السيميائي ماهكوشي اليوم يخلط نظارة الأبعد السيميائي السدارة الأبعد السيميائي كل شي حولنا الأبعد السيميائي شكرا جزيلا وسؤال حول طاقة الحروف العربية قياسين بالحروف اللاتينية شكرا جزيلا في الحقيقة موضوع سيميائي يعني درس كامل ويحتاج الكثير من الوقت موضوع شيق وجميل جدا وموضوع مهم وأساسي جدا ليش لأن يعطيك الطاقة جبارة للإستعمال كل الأدوات إن كانت حروف أو إن كانت رموز أو ما شبه ذلك وأنا عندي في كتابي عن الإيقونة صفحات كثيرة عن السيميائية وعلاقتها بإظهار هذه الرموز وهذه الرموز طبعا تعتمد اعتماد كلي على السيميائية والسميائية هي ليس فقط بالشكل الرمزي إنما في الحرف مثل ما ذكرت وكلامك صحيح وسليم والحروف الأوروبية أيضا يعني أول نقدر بالأحرى الحروف اللاتينية يعني في الحقيقة أنا يعني يهمني الحروف اللاتينية والحروف العربية وهناك حروف أخرى هي ليس لاتينية كثيرة في الحقيقة هناك صفحة في في الإنترنت تدرس الحروف الميتة والحروف الحية وتعطي أنه هذه الحروف يعني الحروف الميتة نقصد مثلا عندك الحروف المسمارية هي حروف ميتة ولكن تستعمل فقط في الدراسات والبحوث ولكن هي من تاتول العلم أنا عملت حرف خط مسماري قبل خمسة وثلاثين سنة لمتحف في برلين طلبوا مني ذلك ويستعملوا في بحوثهم ودراساتهم الحرفية في الحقيقة الحرف وأنا هنا أستعمل دائما وخصوصا مع طلابي أقول تشريح الحرف يعني عملي تشريح الحرف ضرورية وأساسية ويرجو الانتباه إليها من كل الأشكال يعني الحرف اللاتيني في شكلية تختلف عن الحرف العربي يعني عندك شكلتين عندك الحرف الصغير والحرف الكبير ولكن الحرف العربي عندك الأربع مواقع حاية العبدال الكبير ولكن لا ننسى أنه في مهية الحرف العربي وأنا سبقا ذكرت يعني في الحقيقة أنا حب شوية يعني أتناقش مع الآخرين وقلت أنه الحروف العربية مريضة عدل ألف الألف هو الحرف الوحيد الشامخ الواقف الحروف الأخرى كلها مددة ونائمة شايف كيف يعني حاولت أتحارش ببعض الخطاطين ليننتظر يعني مثل ما يقولون نقاشات ولكن هذا الشيء مع الأسف لم يتم لأن نحن ندرس الحرف وتشريح الحرف من خلال موقع من الكلمة وبعد ذلك موقع من الجملة وبعد ذلك موقع من الفكر لأنه هو جزء مكمل الفكر ولكن من خلال دراستي يعني كتبوغراف كأستاذة تبوغرافي في ألمانيا وجدت أنه هناك أشياء مكملة هي أساسية وضرورية جدا يعني أثى يعني تسمح لي أقول لك يا بصراحة أنا من محبي الشدة أنا بحب الشدة بشكل لا يصدق شف كيف وعملت معرفة عليها كاملة لماذا ننظر لي هي تلعب دور كبير جدا في العملية الفكرية ليظهر هذا الحرف والكلمة ونحن لازم ننظر ليس فقط للحرف إنما المكملات وموضوع الحرف له علاقة طبعا بفلسفة رائعة جدا أنه كيفية إظهار الفكر ونقل الفكر بأبسط ما موجود للناس لإستيعاب هذا الفكر اللي هو بالفعل كبير جدا أنا أشكرك على هذا التداخل بالفعل السيميائية أنا بحب جدا جدا ودائما ركز عليه ولكن الوقت ضيق جدا للتعمق بذلك ولكن الحروف اللاتينية أيضا لها سيميائيتها وليس بالقليلة وشكرا شكرا جزيلا بروفيسور ريان نأخذ مداخلة أخيرة لربما من قبل أستاذ عقيل وهناك أخوة كرام أفاضل دكتور خير الله والأستاذ محمد فرادي في الملحق إن شاء الله يعني تفضل لكم الحديث أستاذ عقيل السلام عليكم شكرا دكتور شكرا أعزائي الجانب الفلسفي لمحتوى العلامة المضمون الفكري كيف لك أن تحاكي مقولة العلامة تبذل جهدا في استنباط علاقتك الحسية والوجدانية بمضمون هذه العلامة ماذا تعني هذه العلامة بالنسبة لك وبالنسبة للآخرين العلامة كرمز ماذا يعني لك رمز القلم والشمس والنخلة واللون الأزرق واللون الكذائي من الموسيقى والرقم الفلاني وعلاقة ذلك بطيات المشاعر المحاكات هنا فكرة المعنى مسرحية فاوس وأمفستوفلس انموذجا كيف نفهم تجنيد أمفستوفلس للنفسه للوصول إلى هدفه العلمي ماذا يعني رمز بودا للديانة البودية كونفيشيوس مارتل لوثر غاندي هل استطاع العالم الإسلامي الوصول إلى ترميز المعنى الأخلاق للدين الذي جاء به الإسلام الإيحاء مضمون المعنى الذي وصل إليك ماذا توحي إليك فكرة النخلة مثلا الترويض تثقيف النفس بالمعنى فكرة العلامة التي بمضمونها الفكري والأخلاقي تحمل معنى القائد الحكيم السياسي العالم العلامة المشكلة أن العلامة تحولت إلى ماركة تجارية وليس زرع لقيم أخلاقية أو لقيمة المعنى الأخلاقي الذي يجب أن تفرضه العلامة لذلك نحتاج إلى زراعة المضامين الأخلاقية لمعنى العلامة وشكرا للأصدر شكرا لمداخلة جميلة من قبلكم أستاذ عقيل تفضل لكم الحديث يعني ببساطة كلام جميل جدا أنا سبقا ذكرت في أحد أخوالي قلت أن الشعار هو أكبر فلسفة في أقل مساحة يعني تلاحظ أنت لو تدرس فلسفة شركة مرسيدس أو شعار مرسيدس تلاحظوا أنهم أكثر من ثمانين صفحة على فلسفة هذا الشعار ولكن يظهرون شعار بواحد سنتيمتر مربع شايف كيف؟ إذن عملية الاختزال هذه الفلسفة الجبارة المذكورة بهذه الصفحات الكثيرة كيف يستطيع المصمم أن يختزلها في مساحة صغيرة وحد سنتيمتر يقدم الآخرين وتنفتح مرة أخرى عندما يشاهدها الزبون وتبدأ منها صفحات أكثر من ذلك وصفحات أكثر من ذلك هذه مهمة العلامة أن ننقل هذه الفلسفة الصغيرة بشكل مرئي وبعد ذلك أنه تنفتح أكثر وتتسع أكثر وتتوزع أكثر يعني أنت تلاحظ محبي مرسيدس في العالم يجوز بالملايين أو الملياردات إذن هذه الفلسفة التي هي 80 صفحة أصبحت بألاف أو ملايين الصفحات الأخرى خارج هذا المحيط اللي أنا أقصده وأنت ذكرته أيضا أنه عندك محتوى وهذا المحتوى كيف أنت تستطيع أن تأخذ هذا المحتوى وتعطيه الطاقة الترجمية المرئية للآخرين حتى يفهموه بالمفهوم الصحيح وأكثر ليش؟ يعني العلامة من أهم مهامها أن العلامة تستغلك لنفسها يعني أنت تقوم تسوق هذا العلامة وليس الشركة يعني يعني تلاحظ أنه صالي ساعتين أسوق لشركة مرسيدس يعني لو شركة مرسيدس تسمع هاي المحاضر المالتي رح يهدوني السيارة يعني العملية تسوقية ليش؟ لأنها الجزء بالفعل من هالفكر عادي تلاحظ أنه عندنا نحن في الفكر العربي ينقصنا العملية تسوقية الصحيحة الصادقة شايف كيف؟ عادي الشخص يقول كذا والشخص الآخر يقول كذا وليس عندنا بالفعل مختزر بسيط لشيء اللي نحن نؤمن فيه ونقدمه إن كان في ماضينا إن كان في مستقبلنا إن كان بما نفكر يعني حاليا بهذه اللحظة الآن وفي هذا المكان يعني ما عندناش نقلة كاملة لهذا المحتوى ليش؟ لأن هذا المحتوى لي حدا أن ليس متفق عليه يعني وعملية ليس متفق عليه هي مشكلة كبيرة عندنا كلتنا ليش نلاحظ يعني يعني معاناتنا في كل المجالات كانت كبيرة يعني ترجع عندنا تروح يعني أنا دائما أنصح ادخل الجامعات العراقية وشوفوا المعانات كم حجمها ليس معانات إنه تدخل قاعة ما تلقي أي شيء يعني كراسك ولكن ابحث عن المحتوى اسأل الطلاب قل ما تتعلموا أنت يعني الشيء اللي تسمعوا راح تقول أين نحن من ذلك يعني معانا تكبر أكثر ولهذا السبب أنا من جانب الفلسفة ومن إيمان كبير جدا بفلسفة العنامة ودائما أحاول أن أكتبها وحاول أن أترجمها بالصدق ومستقية ونسرق وحاول أن نستعمل أدوات التسويق لتسويقها بالشيء اللي نعتقده هو صحيح طبعا كل الأشياء اللي ذكرتها يعني نحن نعتقد أنه الرمزية هي شيء بسيط جدا من الأشياء الأخرى ولكن العملية الفكرية في العنامة هي بالفعل أصعب من العملية عملية الترجمة من بعد ليش؟ لأن المتلقي عندنا في المحيط العربي يختلف اختلافا كليا ليش؟ لأن ثقافته ليس ثقافة علامة نحن ما عندناش ثقافة علامة في المحيط العربي نحن عندنا ثقافة يعني بين وبينك للصراحة عاطفة لأكثر ولا أقل نحن عاطفين في كل الأشياء حتى في قراراتنا حتى في تقبلنا للأشياء الأخرى خلاص يقول لك أنا هذا الشيء بحبه خلاص يعني ليش يا أخي أنت وضح ذلك ما موجود على التوضيح وأنا أشكرك جدا على هذه المداخلة جميلة جدا شكر موصول لكم بروفيسور ريان أحسنتم وجدتم يا جماعة إحنا أثقنا على الدكتور أستاذ ريان فأرجو الملحق أن يكون أقل من دقيقة توعدني بذلك إن شاء الله أستاذ محمد فراتي ودكتور خير الله تفضل لكم الحديث أستاذ محمد فراتي شكرا جزيلا دكتور ريان بس أحب أن أتسألك على شغلتي على السريع حضرتك اللي أشرت إلى أنك بحث مهم جدا من سنوات طويلة تشتغل عليها وهو الفضاء أو الفراض هل هذا إنجز؟ أو قلت هناك الكتاب راح يظهر وأنا يعني أريسه للإطلاع عليه كما أيضا أريد أشر إلى موضوع مهم جدا قد يكون مر عليك أو ما مر عليك يعني توفرت هيثنا فرصة من أستاذ كبير ومعماري مهم بالعراق كان يجي يحاضر كل سنة ينطي كورس بأكاديمية جميلة عن علم الفراض اسمه دكتور ساهر القيسي أستاذ العمارة ومعماري كبير ومعروف وهو أول من فتح عيننا بالعراق على أهمية الفراض والفراض في العمارة وفي الفنون والنحد أيضا هناك بحث ماجستير قام بيه دكتور بلاس محمد ويعد هو الحقيقة لا مجال للتقييم هنا ويعد من أهم المصممين لعلامات راحة لقبل سنتين للأسر وكانت أطرحت عن الفضاء أو الفراغ بالفنون التشكيلية وكان فصل من عدها الفن الإسلامي السؤال أيضا دكتور هذا البحث اللي تناوله يشمل العمارة الديكور الخط الرسم الموسيقى كل باقي الفنون وأخيرا دكتور أنت مررت بسرعة حضرتك بسرعة على مارسدس وأيضا هاي مداخلة ثانية دعائية لمارسدس قلت الثلاثة ماء وسماء وأرض هل هو فعلا هذا الفلاثية أنا فهمت أول مرة اسمه على الوصف أنا فهمت العلامة ستيارين وعجل التائر وشكرا جزيلا شكرا 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 طبعا نتمنى من جنابك محاضرة عن الفراغ بروفيسور ريان إذا يعني تتكرم علينا في المستقبل إن شاء الله نأخذ مداخلة سريعة من قبل دكتور خير الله سعيد لكم الحديث تفضل شكرا لك عزيزيلا يعني من خلال عملك بروف تصميم العلامة بالاختلاف الفني للثقافة المتعارضة أنت تعيش بألمانيا عندك إحساس داخلي للثقافة العربية تعشق الحرب هذه المسألة كي تتعرض وتتقاطع مع محمولك الثقافي ومحمول الألمان أو الأوروبيين بهذه المشاهدة هذا السؤال فقط ها مش بسيط الحروف أئمة الكلمات طبعا شكرا أنا يعني بالفعل مستعد أعمل محاضرة على بناء الحرف يعني وأوضح لكم وأشرح لكم الاثنين وعشرين خط اللي أنا قمت بتصميمهم وسوقتهم طبعا خطوط نوكيا كلها شغلي خطوط ميكدونالدز في البلاد العربية والإسلامية كلها شغلي خطوط البنك المركزي القطري شغلي خطوط ميترو دبي شغلي وما شابه ذلك هذا الموضوع بالفعل يحتاج وقت ومساعد نتكلم عليه النقطة الثانية في الحقيقة يعني شركتي اللي اسمه ماركنباو يعني بناء العلامة نحن مختصون بنقل العلامة من ألمانيا إلى المحيط العربي وبالعكس معناه أنه كثير من الشركات الكبرى تأتي علينا وتقول نحن نريد نسوق هذه المادة يعني في البلاد العربية كيف نسوقها نحن نقل من المحيط العربي في خصوصيات وهذه الخصوصيات إيه كالأتي ونغير يعني وهذه الأشياء نقوم فيها ولا نزال وطبعا صنع سنين بنجاح وفي الحقيقة نحن فرجون في هذا التخصص وشيء ثابت ونرجع إلى ثلاثية مرسيدس إذا أصبحت أيضا موضوع ثابت والسؤال الآخر كان عن الفراغ في الحقيقة يعني موضوع الفراغ فيه مشكلتين المشكلة الأولى أنه لا يوجد مصادر يعني يعتمد عليها في مسألة الفراغ هاي مشكلة كبيرة جدا وخصوصا يعني للباحث أنه أنه انعدام المصادر هي مشكلة والمشكلة الثانية أنه انعدام المصادر هي بالفعل شيء جيد جدا ليش لأن انت ما تقوم به الآن هو سوف يصبح المصادر في المستقبل إذن يعني عندك هاي المشكلتين إذن لازم تتصرف التصرف الصحيح أنه ما تقوله الآن هو جزء من المستقبل في هذا المجال إذن لازم تنتبه قبل ما تذكروا بهذه الشكلة وأنا مستعدي إن شاء الله نعملكه أكثر من المحاضرة أشكركوا على هذا الإصغاء وبالنسبة إلي كانت رحلة جميلة جدا معكم إلى هذا الفضاء الجميل بلدنا ورحنا ورجعنا وإن شاء الله نبقى على تواصل وإن شاء الله نخدم هذه الأرض من أي مكان كان والشيء اللي جمعنا إن شاء الله يكون دائما الفكر السليم والجميل وأنا سعيد جدا 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 معرفتكم وهذا التواصل شميل معكم واعتبروني تلميذكم إن شاء الله واحد منكم ونبقى على تواصل الشكر الجزيل لكم بروفيسور ريان أحنا الأسعد حقيقة وتشرتنا بلقاءك وبالسماع إلى هذا الفكر العميق الذي يمثل إبداعا جماليا أثر على كل المجتمعات العالمية حقيقة أنت ثروة وطنية نتمنى أن نحظى بلقائك مرة ومرات ومرات أخرى يعني ساذة دريس إذا كانت المداخلة ما أنتك أقل من ثلاثين ثانية تفضل لك الحديد والله شكرا جزيلا للأستاذ ريان أنا أقول ما تعلمته هو إنه الجنون هو أن تقوم بنفس الشيء وتريد نتيجة مخالفة أو مختلفة والشيء الثاني هو ليس لك فرصة ثانية على الانطباع الأول فالانطباع الأول جدا جدا مهم وأنا أشكركم جزيلا على هذا الصلام العظيم وعلى ضيفنا العظيم وشكرا شكرا 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 جزيلا مرة ثانية أحييك بروفيسور ريان ونتمنى لك الموفقية في رحلتك وبذات رحلتك الممتعة إن شاء الله في الجزائر جزاك الله ألف خير ونتمنى لقاءكم على كل خير وبركة حياك الله فيما الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر